السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا في جميع أنحاء المملكة يا الله يعطيكم ألف 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 عافية إن شاء الله تكونوا بأفضل حال حبيب اليوم بهذا الفيديو يعتبر طبعا فيديو مهم لجميع الطلاب لأنه أنا هلأ طالع أحل الامتحان الوزاري للدورة السابقة كنت أحكي الدورات السابقة الدورة السابقة الامتحان تبع الورقة الأولى طبعا هذا الامتحان بصراحة بصراحة أنا شايفه كان امتحان سهل ما فيش فيه أي فكرة مستعصية اللهم بس سؤال المساحة الجانبية والقانون موجود في الكتاب والتطبيق عليه مباشر جدا فبصراح كان الامتحان سهل وكان بقدر أي حدا يجيب في علامة عني طيب خلونا طبعا أنا هلأ مش الهدف شو هي أسئلة الامتحان أنا بهمني كمان أنت تتعلم من السؤال لأنه أكيد أستاذ هذا الامتحان خلص يعني يعتبر أنه انحرقت أفكاره بس أنا ما بدي أنك تتعلم السؤال شو أتعلم سؤال يعني مش راك بلا أنا بدي أتعلم من السؤال النقطة معينة تفيدني في أسئلة ثانية هذا هو اللي بدي كل الطلاب تنتبع عليه مبلش طبعا تعرف وأول سؤال بيجي ضع دائرة عليه مئة علامة مئة علامة متعرفش عن مئة علامة؟ امتحان كله مئتين علامة فأنت أول مئة علامة بخمسة وعشرين دائرة يعني كل دائرة قديش عليها أربع علامات خلينا نقول بسم الله ونبلش حل بالامتحان السؤال الأول كله طبعا دائرة بقول لي إذا كان F في X يساوي إيه قوة جذر التكعيب للأكس فإنه F برام يعني بس بده إياك تشتق خلينا أصغر الخط شوي ثواني بعد إذن كون أتلون يلا أول سؤال بدي أشتق طبعا معاي F في الإكس أنا وبدي F برام مباشر جدا F في الإكس طبعا يا أخوان هذا اقتران أس طبيعي كيف بدي أشتقه؟ قلنا نفس ما هو في مشتقة مين؟ في مشتقة الأس لكن الأس إذا بيطلعه شوه جذر تكعيبي فلازم تجهز قبل يشتغي يعني تخليه إيه قوة إيه إيه قوة إكس قوة ثلف لأنه قلتها حتشتق الإكس قوة ثلف فإنت إيك إيك حتجهزها تمام؟ ألا بشتق فبعا جي أحكي F في برايم الإكس تساوي نفسه كما هو إيه قوة إكس قوة ثلف في مشتقة الأس شو مشتقة إكس قوة ثلف؟ عادة شب بنزل الثلف وبطرح منه واحد قلنا بطرح واحد ناقص يعني البص ناقص المقام واحد ناقص ثلاث سالب اثنين عثلة خلصنا اشتقائك بس زبطها لأنه طلع الإجابات كلها مزبط بصغة الجذر يعني فزبطها فبتصير طبعا هذا سالب قوة سالبة أفوا فهتنزل إيه عالمقام فبتيجي بتقول هذا برجه زي ما كان إيه قوة إكس قوة ثلف هي نفسها الجذر التكعيبي لا مين للإكس على الثلاث في المقام حينزل عنده هاي الثلاث حينزل عنده الإكس قوة اثنين عثلاث موجب هس هي إكس قوة سالبة اثنين عثلاث رح تنزل تحت بتصير إيه موجب إكس قوة الداخل اثنين والخارج إيه ثلاث هاي الإجابة إيه قوة الجذر التكعيبي طبعا شوف الطلاب خليكنتوا كمان ليش بقول لك بدي تتعلم من السؤال بتقدر تحذف خيارات إيش الخيارات هذا مستحيل وهذا مستحيل ليه لأنه الجذر في البسط إحنا عنا الجذر في المقام هس باجي أنا محصور بين هذا الخيار وهذا الخيار فباجي بتطلع هذا الجذر التكعيبي للإكس هذا الجذر التكعيبي للإكس إيش تربيع زي ما طلع معنا إذن الجواب الصحيح هو فرع دي شايفين إخوان أوكي طيب السؤال اللي بعده إذا كان F أوكي بتساوي X ناقص واحد في كوساين الإكس أعطيني F براي بربو اشتقاق مباشر بس ضرب فF تساوي 1 X عفوا ناقص واحد في كوساين الإكس شتق يلا F براي تساوي ضرب الأول في مشتقت الثاني الأول كما هو X ناقص واحد في مشتقت الثاني شو مشتقت الكوساين سالب say زائد الثاني كوساين في مشتقت الأول واحد واحد مكتبهاش خلص تمام فطبعا يعني اطلع الخيرات اقتوحي بالغرابة نوعا ما بتعرف ايش كل الفكرة انه هذا السالب شايفو امدخلينه على القوس بس هذا السالب شايفو امدخلينه على هذا القوس فبيصير عندك يا صديقي الجواب اف براين الاكس تساوي لما دخل السالب اهذا القوس شو بعمل بقلب الاشارات فبتصير سالب اكس زائد واحد يعني واحد ماقس اكس في ساين زائد كوساين طيب بقدر اكتب طريقة ثانية اه بقدر ابدل ما هذا الجمع والجمع عملية تبديلية فبقدر احكي انه كوساين زائد هذا اللي هو واحد ماقس اكس في ساين شايفين فبدور على الخيرات لانه مرتبها بهاي الطريقة اه كوساين زائد طبعا يا اخوان شوفوا شوفوا كيف انتوا راح برضه تلقوا خيارات كوساين ضرب القوس كوساين ضرب القوس راح الغيهم هيك تعلم انا بدي اتعلم من السؤال معناه شو ظل عندي طال عندي كوساين زائد واحد ناقس اكس او كوساين زائد اكس ناقس واحد شو طلب ايه الجواب بعد الترتيب كوساين زائد واحد ناقس ايش اكس اذا الجواب الصحيح هو فرع ايه تمام بتعلم من السؤال ما بتعلم السؤال نفسه كويس يلا السؤال الثاني الثالث الفرع الثالث وقل الفرع الثالث يمثل الاقتران ايش اف تي تساو تي تكعيب ناقس تساعة اثنين تي تربيع زائد ستة تي حيث تي اكبر او تساو صفر موقع جسم يتحرك فيه مسار مستقيم تمام هذا فيه زيائي حيث اس الموقع بالامتار هاي اكسسوارات السؤال واتي الزمن بالثواني فبدو قيم تي شو طالب افهم ما قيم تي اذا وطالب الزمن بالثواني التي يقول عندها الجسم في حالة سكون لحظة الفيزيائي حكينا يا اخوان شرحنا في الحصص انه في كي ويرد يعني كلمات مفتاحية لكل اشي فالكي ويرد زون انه قاعد بقول لي سكون لحظة سكن الجسم لحظيا شاني سكن بطل يتحرك لما يبطل يتحرك قده سرعته صفر اذا قصدك انت انه قيم تي اللي بتكون عندها السرعة صفر مية بالمية اذا بطريقة اخرى ما قيم تي التي تكون سرعة الجسم اللحظية صفر كيف بتعلم من السؤال ههل وهاهلكك ولا بتعلم من السؤال يلا استاذ جيب الفي في اوف تي كيف ده جيبها مشتقة الموقع معك الموقع هايو اشتقوا ثلاثة تي تربيع ناقص نزل اثنين بتروح مع اثنين ظل تسعة تي زائد ستة بسويها بالصفر بتعرف تحل معادلة تربيعية ما لو بعرفش حين لو استاذ انا بقول ايش اعتزل اقسم كل المعادلة على ثلاث لانه سويتها بصفر فبقدر اقسم لانه الثلاث تزبط تكون عمل مشترك فبتصير تي تربيع ناقص ثلاثة تي زائد اثنين يساوي صفر قسمتها ثلاث عشان ابسط ما بدك تقسم عادي جدا انت حر حيطلع نفس الجواب يساوي صفر بدي حللها هون تي وهون ايش تي هون الاشارة ناقص ناقص في موجب برضو ناقص يلا ايش راح حط راح حط اثنين واحد لانه سالب اثنين سالب واحد تطلع سالب ثلاث سالب اثنين في سالب واحد تطلع ايش موجب اثنين اذا قيم تي هي تي بتساوي اثنين وتي بتساوي كم تي بتساوي واحد اذا هاي قيم تي واحد واثنين او اي بي واحد واثنين او اثنين واحد مش فريق تمام يا اخوان شايفين والله الاسئلة مباشرة اللهم ما انه بس ايش يعني واحد قوي بالبيسيكس بالمادة بقدر ايش يحل بدون اي صعوبة يلا اربع بقولي اذا كانواي تساوي جذر اثنين على سين الاكس هذا شو هذا صيغة عدد على اقتران سجر اثنين ثابت اقتران يا سيد ماشي ثابت اقتران شو مشتقة ثابت اقتران بس هو بده المشتقة دي واي على دي اكس عندما اكس تساوي باي على اربع بس اذا المشتقة دي واي اوفر دي اكس تساوي ثابت اقتران سالب الثابت ضرب مشتقة المقام شو المقام ساين شو مشتقته كوساين الاكس على المقام تربيع المقام ساين بربع خلصنا اشتقاق الان دوري طاويض يلا دي واي اوفر دي اكس عندما اكس تساوي طاي على اربع تساوي عوض سالب جذر اثنين ملكش فيها ضرب كوساين الباي على اربعة واحد على جذر اثنين على ساين الباي على اربعة تربيع يعني ساين الباي على اربعة كم واحد على جذر اثنين ربيعها بتصير واحد على اثنين يعني نص تمام التربيع على الساين يعني بتطلع الساين وبتربع اوكي هاي مع هاي بتروح صفي عندك سالب واحد على نص يعني سالب اثنين مقام المقام بسط إذن شو الإجابة؟ سالب 2 تمام؟ تمام يلا اللي بعده بقول لي إذا كان F' يربالغ شو معطيك F' هاي شو أستاذ؟ هاي المشتقة الأولى أساس أنك إيش؟ مولود مبارح بيعرفت مش مشكلة تساوي 2 ضرب X تكعيب ناقص 1 على X تكعيب حيث X لا تساوي 0 عشان المقام فإن F طلع شو هاي هسا بيجي طالب بقوله أستاذ قصده F تكعيب أنا بقول اللي بحكي زيك مش عادش أقول لك لا يا صديقي هاي يعني مستحيل ما بتعرفوها وموجودة بالكتاب وشرحت بالمادة لما يجيني F طلع علي طلع عمليه للي ناسي منفكره منفكره منذكره وF الإكس لما أجي أقول لك ثلاثة هيك غير عما أقول لك ثلاثة هيك فالرياضيات F عليها رقم بدون أقواس هاي قوة يعني الاقتران F-X مرفوع للقوة ثلاثة سمع حط لك الرقم بين قوسين همسموها المشتقة النونية يعني حسب مشتقة الثالثة مشتقة الرابعة مشتقة الخامس حسب الرقم موجود هون فهو طالب إيش؟ خلص بدون ما نطول بالحديث طالب المشتقة الثالثة تمام إخوان؟ مية بالمية أظن هذا مش أظن أنا متأكد أنكم بديعرفوه أوكي شو أعمل هلأ؟ ولا إيش أستاذ؟ شتق بس كم مرة بدأ شتق؟ مرتين كيف؟ أستاذ مش ثلاث مرات؟ لا ما هو محترم ما أعطيك الاقتران F-X ما أعطيك مشتقة الاقتران وهي اقتران برضو F-X لو أعطاك F تشتق مرة مرتين ثلاثة لو أعطاك F-X تشتق مرة مرتين يعني مشتقة تبعت هذا F-W-X كمان مرة F-Tri-X لو أعطاني المشتقة الثانية فاشتق مرة بديعيات أخوان بديعيات شمالكم؟ إذن هاي بدي أشتقها إيش؟ مرتين يلا هاي المرة الأولى اللي هي F-W-P لأنه already عندي F-P شو هاي أستاذ؟ آه دقيقة بيجي طالب بطبلي حاله بشتق قسمي ليش أشتق قسمي؟ طب أنا أقدر أوزع وبقدر أختصر ليش؟ لأنه X لا تساوي صفر ما بتقدرش تختصر متغيرات إذا كان فيه احتمالية للصفر فالشون بقولك لا تساوي صفر؟ فبتقدر تزبطها بتصير F-P تساوي وزع بتصير 2 ناقص 2 2 X قوة سالب 3 شو هاذ؟ كيف؟ وزع هاي هون بتروح هاي مع هاي وزع هاي هون طب أستاذ كيف بتروح؟ ما أنا بقولك X لا تساوي صفر بقدر أختصر فبتروح 2 برة دخلها بتصير 2 ناقص 2 هاي واحدة X تكيب رفعتها فوق X قوة سالب إيش؟ 3 تمام؟ يلا اشتقها هي أسهل بكثير اشتقت 2 صفر السالب 2 زي ما هي شو مشتقتها هي؟ بنزل السالب 3 وبطرح من القوة 1 فبتصير سالب إيش؟ سالب 4 مش تقول لي سالب 2 في ناس فكروا سالب 2 دير بالك وتساوي اضرب بتصير سالب 2 بسالب 3 6 X قوة سالب 4 تمام؟ كمان مرة بدا اشتق لنا بدون مشتقة الثالفة فبتساوي نفس الاشي خلي الستة نزل عندها السالب 4 اطرح 1 تصير X قوة سالب 5 فبطلع الجواب سالب 24 ضبطه ونزل X قوة 5 X قوة 5 إذا تصير X قوة 5 إذن الجواب سالب 24 على X قوة إيش؟ قوة 5 تمام يا أستاذ؟ تمام الأمور ماشي وما فيش عنا إيش أي مشاكل وهينا بنتعلم من كل سؤال وبنراجع من كل فكرة طيب سؤال رقم 6 بس تعليق بسيط معطيني أنه F في الـ X ساوي جذر لن الـ X X أكبر من صفر الأصح أو الصح يعني إنك هاي لازم تكون X أكبر من واحد مش من صفر ليه؟ هلأ إحنا بنعرف أنه لازم ما داخل الجذر يكون إيش؟ positive يعني صفر أو positive موجب فإنتا لما تقول X أكبر من صفر وجوه لن عشان الكل يعرف هاي X هاي Y هاي رسمة اللن يخوان هاي واحد حسنا ما أقول X أكبر من صفر لما أقول X أكبر من صفر يعني موجب بس هاي في قيم موجبة X أكبر من صفر بيكون اللن فيها إيش؟ سالب ولن إذا سالب يعني تحت الجذر سالب فلأ لازم أحكي ما داخل الجذر لأن الـ X أكبر أو يساوي صفر معناته X أكبر من الواحد تمام؟ يعني بكل الحالات هي ما راح نستخدمها في التعويض احنا بس راح نشتاق بس يعني برضو لا يصح إلا الصحيح لازم تكونوا عارفين يلا في فبراير جذر مشتقت ما داخل الجذر على اثنين في الجذر نفسه شو مشتقت جوا لن شو مشتقت اللن لن الـ X مشتقت ما داخل اللن واحد على ما داخل لن كما هو تركيبة غريبة عيد مشتقت ما داخل الجذر على اثنين بالجذر نفسه هاي اثنين بالجذر نفسه اللي جوا جذر لن الـ X شو مشتقته واحد على اكس تغريب يلا أستاذ F' X تساوي زبطها تنزل ال X عند إيش هذول الجماعة فبصير 1 على 2 X إيش جذر لن ال X سبيجي الطالب يروح على الخيارات متفاجأ إيه فيش لن وانت مرات يعني لازم تنقر لك نقرأ يا أخوان جذر اللن جذر اللن شو هي F' X فهو شايل جذر اللن خطرها ل F' X ما هي هاي هي هاي وهاي هي هاي فبس يساوي 1 على 2 X خليها جذر اللن هو نفسه F' X سايفين لا تستعجل تعلم من السؤال آه تعلمنا أستاذ تعلمنا معلومة إحنا يمكن كنا نعرفه و ناسينا أو ما كنا ناشي على الحالتين هنا يعرفنا 1 على 2 X F' X اللي هو فريق إيش فريس اللي بعده برضه مباشر جدا عدد قوة اقتران بده قيم X بكون عندها مماس أفقي دائما يا أخوان كلمة مماس أفقي يعني المشتقة تساوي كم صفر فباشتق هذا الاقتران بساوي بالصفر يا F' X تساوي عدد قوة اقتران شو مشتقة؟ اقتران أسي بالنهاية الاقتران الأسي بالنهاية مشتقته هي مشتقة الأس في نفسه يعني هذا نفسه كما هو هاي ثلاثة قوة X تربيع زائد واحد استعرف شو بفرق عن لما يجيني مثلا مثلا F لما يجيني F الـ X تساوي E قوة X تربيع زائد واحد حلو؟ هذا كيف؟ أدستاذ هذا لما أبدأ أشتقه F' X تساوي مشتقة الأس في نفسه أي X تربيع زائد واحد 2X وبسكت خلاص هون لا بشتقي الأس وبضرب بلن الأساس فبيجيني طالب وقلوا استاذ طب ليه شو ما تضرب بلن الأساس حضرب بلن الأساس تعال لن شو الأساس E لن ال E قديش لن ال E واحد طبعا أنا بضرب بلن الأساس بس لن الأساس واحد خاص باي ديفولت مش موجود بس هون لا لازم أضرب لأنه لن الأساس مش لا يساوي واحد فلازم يتخط فهاي جنرال جنرال غول هاي في كده تعبيرها يعني حالة خاصة هي بس ما يكون E وهو سبحان الله وهذا بساويه كله بالصفر هس هون الطلاب فيه طلاب بتقول لك شو هذا معلم ولا شو هذا ولا إشي هذا مستحيل يساوي صفر ولا يمكن أي اقتران أسي في العالم دائما شو ما تعوض فيه جوابه موجب يا أخي سبحان الله رياضي هذا فهذا مستحيل يكون صفر وهذا عدد ثابت هذا ثابت كيف ثابت يساوي صفر كيف لن الثلاث صفر نووي إذا نظل هذا خلصة معناته 2X تساوي صفر معناته X تساوي صفر سبحان الله يا أخي الطلاب بتكون شايف الامتحان إنه غريب أنت الغريب هاي شايفين يا أخوان عندك بيسيكس عندي بتحل أي سؤال تمام بس بستأذنكم مش حاب أكمل فيديو بدون محلك شعري فممكن أروح ألك شعري وأرجع أكمل بعد ذلك لازم يو هلا بارجع لكم طيب يا جماعة الخير اسمنا بدأقول لكم شغلي قبل ما أكمل حل السؤال مش هكمل يعني أنا مش هكمل إلا بشرط واحد الآن تكتب لي نعيمة هلقيت؟ يعني يعني السؤال السؤال اللي قبل حليته وأنا إيش وأنا مش حالي السؤالات أو باقي الأسئلة هكملها وأنا حالي فأنا بقول لك لن أكمل حل الامتحان إذا الآن ما نزلت على الكوميتات تكتب لي نعيمة أستاذ مخرة وأنا ليش بحلق عشانكم عشان أبين حسن المظهر قدامكم يلا أكتب نعيمة الله ينعم عليكم اللي ما بكتب نعيمة جد حزعني أوكي لآن بقدر أكمل بعد ما أنتو كتبتون نعيمة بقول لي إذا كان أكس تساوي تان تربيع تي أي أكس تساوي تان تربيع تي واي تساوي سيكنت تربيع تي حيث تي محصورة بالفترة من سالب باي أثنين لباي أثنين تمام بقول لي فإنه مش تقت المعادلة الوسيطية طبعا يعني واضح أنا معادلة الوسيطية لأنه لاحظ أنه إكس مربوطة في تي وأيضا واي مربوطة في تي فهو فنكشن بربط بين إكس و واي إشماله بيسموه بيسموه في متغير وسيط بالنص اسمه تي بربط الأكس وبربط الواي تمام فيلا شو مش تقت المعادلة الوسيطية إلى قانون الساب دي واي أوبر دي اكس تساوي بشتق الواي بالنسبة لتي بعدين بشتق الـ بالنسبة لتي وبقسمهم على بعض تمام طيب شو مش تقت واي بالنسبة لتي هاي شتق ويساوي دي واي أوبر دي اكس تساوي شو مش تقت سيكنة تربيع أستاذ اتنين سيكنة تي نزلت القوة وطرحت من واحد هلأ شو مش تقت سيكنة سيكن 80 وسيكنة بيصير سيكنة تربيع فتNT دقيقة دقيقة عيد بالله أستاذ شو مش تقت سيكنة تربيع بنزل اتنين وبطرع من علىها بصير اتنين سيكنة هاي دقيقة هلأ بديش تقت شو مش تقته سيكنت في تان وفيه سيكنت من اول صارت سيكنت تربيه في تان. طيب الثان هسه مش تقت اكس بالنسبة لتي. شو مش تقت تان تربيه? نفس الشي بنزل اثنين وبطرح من القوة واحد بصير اثنين تان تي صح? طيب شو مش تقت الثان الآن? سيكن تربيه. يلا بتقدر تشطي طبعا. اثنين مع اثنين بتروح. سيكن تربيه مع سيكن تربيه. بتروح. تان تي مع تان تي بتروح. مضلش ولا اشي. فبطلع الجواب كم? واحد سبحان الله. اذا الجواب هو فرع دي. طيب. اوكي. ثواني بعد اذنكم. اغراضي كله هون. اوكي. لان انا قلب من مكان لما كان. طيب. نكمن. سؤال رقم تسعة. بقول لي اذا كان واي تربيه تساوي اثنين كوساين. جوا الكوساين فائعة ثلاث في اي قوة لن الاكس. فان ميل المماس. شو بده? ميل المماس. لمنحنة العلاقة. واي عند النقطة هاي. يعني اشتق. وعوض النقطة هاي. اكس تساوي واحد واي تساوي واحد. يعطيك العافة. بس تقدر تزبطه اكثر. يعني واي تربيه هاي واي تربيه. تساوي. هذا. عفكرة اي قوة لن الاكس. يعني. بقدر اشطب اللي مع اللن. اه. بشرط انه ما يكون فيه اشي بيخرب هاي العملية. سواء مثلا الرقم جنب اللن. لا. ما بتقدر. لازم ترفع قوة لما داخل اللن. فانتبه هاي الامور. طب صير واي تربيه. تساوي اثنين. في كوساين. طائعة ثلاث. دوت. اي قوة لن راح اتضل اللي جوه. اللي هو اكس. بالله عليكو يا اخوان. بالله عليكو. يعني. يعني. قيسوا الامتحان هذا على المادة اللي اخذناها. علي متكافئات. راح تلاقوا انه المادة اللي اخذناها. اخذنا فيها اسئلة اصعب بكثير. عشان تطمنوا ان امتحان وزارة مش بعضها. هو امتحان مناسب للجميع. بتلاقي فيه عشرة لعشرين بالمية. اه قدرات علية. تمام? اوكي. يلا اشتق. واي تربيه اشتقتها اثنين واي. في دي واي عدي اكس. تمام? ضمني يعني اه. يعني مش محتاج اني احكو السابق. طيب. هون شو ما اشتق اثنين ثابت. ضرب. شو ما اشتقت الكوساين? سالب ساين. اللي جوه. فيما اشتقت اللي جوه. شو ما اشتقت الجزاوي هاي باي اه ع ثلاثة اكس. اللي هو المعامل باي ع ثلاثة. يعطيك الافي. الان بدك تعوض اكس كم تساوي. طبعا تقدر تختصر اثنين مع اثنين. اه بدي اعوض اكس تساوي واحد. واي تساوي كم واحد. يلا. فبصفة واحد في دي واي اوبر دي اكس. يعني بتظلها دي واي اوبر ايش? دي اكس. تساوي طبعا. انا انا قاعد بعوض. فالمشتقة يمي ايش? يعني من المماس عند داين مختفى. انا قاعد عم بوجد فيه. اه ضل. سالب ساين الباي ع ثلاثة في واحد. يعني سالب ساين الباي ع ثلاثة. ضرب الباي ع ثلاثة نفسها. فبطلع الجواب طبعا ساين الستين جذر الثلاثة على اثنين. فبطلع سالب برا جذر الثلاثة على اثنين. ضرب باي ع ثلاثة. فبطلع سالب جذر الثلاثة باي على ثلاثة باثنين ستة. اذا سالب جذر الثلاثة باي. اه سالب او سالب باي جذر الثلاثة على ستة اللي هو فريسي. طيب بدي احكي ملاحظة مهمة تعالوا جاي ها ليه بقول لك بدين اتعلم من السؤال لو طلع معاك في سؤال ثاني الجواب هيك وحبيت انا ايش انكش لنكشف السؤال شو اعمل اجيب لك الجواب بهاي الطريقة هيك هاض اكتبه طريقة ثاني ايش هي هيك دقيقة بالله واي على اثنين جذره يلا حس استاذ اقنعني ان اقنعك انت انه هاي هي نفسها يعني عادي ممكن ما تلاقي هاي تلاقي لا هاي اللي هي سالب واي على اثنين جذره الثلاث هاي النكشات اللي بيقول لك انت بيها لك ايدها الله شو قال سابعي السؤال غلط عطول عطول لا يزا ترى شو اعمل اضرب هنا بجذر الثلاث وهنا بجذر الثلاث شوف شا حيض غير شوف شا حيض غير طلع هاي تعال نكمل هنا جذر الثلاث بجذر الثلاث بيطير الجذر وفي سالب وبصير سالب ثلاثة باي على ستة جذر الثلاث ستة جذر الثلاث واختصر ثلاثة مع الستة فيها اثنين فبصفي سالب باي على اثنين جذر الثلاث فيا حبيب لما تلاقي اجابة معدلة خصوصا اللي فيها جذور اعرف انه اضرب فوق وتحت بالجذر تمام تمام التمام يلا ننتقل الآن للسؤال اللي بعده بقول لي اذا كان واي تساوي اكس قوة اكس تربيع حيث اكس اكبر من صفر اكيد فان دي عدي اكس للن الواي ركز معي الان طبعا يا اخوان اقتران قوة اقتران لا انا ولا انت ولا نيوتن في زمانه ولا اينشتاين ولا اي مدر الثاخر ولا اي حدا بيقدر يشتقها بدون ما يدخل اللن يعني يعني مثلا يعني تيجي تقول له استاذ انا بقدر اه كيف بقول لي ها واي برايم تساوي بنزل الاكس تربيع ايوة وبطرح منها واحد الله يا اخوان اقولكو شغلة اقولكو شغلة مش عارف مش عارف اوصب يعني يعني بعمل زي هيك لما يكون عندي اختران قوة اختران اه ما بزبطش اشتقه بالقواعي الهدية لازم الاقي حل الحل هو انك تدخل اللن ليه لانه اللن فيه خصائص بتفيدنا فلما اجي اخذ اللن للطرفين لن الواي لن الواي يساوي لن اكس قوة اكس تربيع الخواص اللي بتفيدني باللن انه القوة على مداخل اللن بتنزل جنبه هذا هو فلن الواي تساوي اكس تربيع لن اكس هلا هو شو بده بده دي عدي اكس للن الواي يعني بدي اشتق هاي لن الواي بالنسبة لأكس فحيكون الاشتقاق ضمي تمام فدي عدي اكس للن الواي اشتق الطرفين يساوي دي عدي اكس للطرف الثاني اكس تربيع لن الاكس بما انه هون واي وباشتق بالنسبة لأكس اذا هذا شو هيكون ضمني اما هون عادي باشتق بالنسبة لنفس المتغير فبصير عندي شو مشتقة ما داخل اللن واي برايم على واي تساوي يلا هذا ضرب الاول اكس تربيع في مشتقة الثاني واحد على اكس زائد الثاني لن الاكس ومش تغطي الاول اثنين اكس هاي تمام وبالتالي بطلع عندي واي برايم على واي تساوي اكس تربيع مع الاكس هاي بتروح بصير اكس زائد اثنين اكس لن الاكس وستر تقدر تختصر اه ما هو اكس اكبر من سطر هاي اهم نقطة اه خلص هاي الجواب تمام هو ساحب عامل مشترك اوكي لسه طلعت طلعي الاجابات لسه شو اللي لسه تستطيع ساحب لي اكس عامل مشترك فتصير تساوي اكس في واحد زائد اثنين لن الاكس فبتيجي برضو بتتفاجأ ايه ايه اقول لك شو رجع شو عمل مسك اثنين هاي ورفعها ايه شو قوة للي جوا ويتساوي حقه تقدرش تقول له اشي بصير اكس في واحد زائد لن اكس تربيع هاي اذا شو الاجابة اكس في واحد زائد لن اكس تربيع اللي هي في رأسي هلأ يا اخوان احكي شغلة انتو انتبهوا ايه واي برايم عا وايم هاي نخليتها واي برايم عا واي تمام واي برايم عا واي ليه لانه هو بده دي عا دي اكس لن الواي ما قال لك دي واي اوفر دي اكس قال لك دي لن الواي عا دي اكس فبدك تخليها هيك لو قال لك دي واي اوفر دي اكس فبتجيب سعيتها الواي عالج الثاني وبتعوض محل الواي اكس قوة ايش قوة اكس تربيع تمام هاي ملاحظات جدا يعني لازم تعرف شو المطلوب بالسؤال طيب سؤال الثاني اتوقع انه مهدلات مرتبطة بالزمان اللي بعده وقول لي ان له ام طريقان مستقيمان متعامدان عندي طريقين مستقيمين متعامدان يعني كيف هيكونوا واحد هيك واحد هيك ايو متعامدان تمام وقول لي تقع محطة وقود على الطريق ام وتبعد اتناشر كيلو متر عن نقطة التقاطع سي دقيقة شو يسأل هاي نقطة تقاطع الطريقين سي حلو فيه هون محطة فيه هون محطة هاي المحطة بقول لي بتبعد مسافة قدية 11 كيلو متر عن نقطة التقاطع اوكي بقول لي اذا تحركت سيارة على الطريق ايش ال اه المحطة وين موجودة محطة الوقود على ام معناته الطريق ال الثاني معناته فيه سيارة جاي من هون طيب تتحرك بسرعة هالقد دقيقة شوي فيه اتجاه نقطة التقاطع يعني مقربة شو هاي استاذ معناته هاي معدل تغير المسافة معناته هاي واي واي متغير معناته دي واي اوفر دي تي شو بتساوي بتساوي سالب 26 كيلو متر في الساعة استاذ معدل تغير مسافة هي بالنسبة للزمن اكيما يبتمشي بسرعة والسرعة قلنا هي معدل تغير مسافة فيه اتجاه نقطة التقاطع معناته ايش حطيت انا سالب سبحان الله لانه في عندي عملية اقتراب يعني عقل اللوائي خلص لحاله فما معدل تغير المسافة بين السيارة ومحطة الوقود يعني هون فيه سيارة وهاي محطة الوقود بدي معدل تغير المسافة بينهم ولتكن اس مثلا تمام متى بده اذا هاي اس اذا هو طالب دي اس اوفر دي تي متى بقول لي عندما تكون السيارة على بعد خمسة كيلو متر من نقطة التقاطع لما تكون السيارة على بعد خمسة كيلو متر من نقطة يعني لما واي تساوي خمسة بس يعطيك الآف شو ها وصد فيه ضغورس وبدأ بداش اثنين يحكو فيها السيارة هاي في ضغورس فباجي بحكي اس اس تساوي تحت الجذر تربيع الاول واي تربيع زائد تربيع الثاني مية واربعة واربعة تمام خلاص اشتق دي اس اوفر دي تي تساوي اثنين مشتقت مع داخل الجذر بس بالنسبة يعني اثنين واي بعدين بضرب بدي واي اوفر دي تي على اثنين في الجذر نفسه واي تربيع زائد مية واربعة واربعة يساوي يلا بسم الله خلاص شو بدي اعوض انا معاي دي واي اوفر دي تي ومعاي واي اللحظة هاي اللحظة اللي ابدأ اعوض فيها لما تكون واي على بعد خمسة او بواي خمسة فخب اعوض لبسها واثنين مع اثنين بتروح خمسة ضرب بي واي اوفر دي تي سالب ستة وعشرين على تحت الجذر واي تربيع خمسة تربيع زائد مية واربعة واربعة 25 x 169 يعني 13 فبطلع الجواب سالب 26 مع 13 فيها سالب 2 بخمسة سالب 10 كيلو متر في الساعة هاي الجواب إذن شو سالب 10 طيب كيف ممكن أستفيد من السؤال بتقدر تحذف خيارات كيف أستاذ أنا بقول لك كيف هذا بتقدر تحذفه هذا بتقدر تحذفه وهذا بتقدر تحذفه كيف أستاذ يا حبيبي أقول لك ليه ما هو أنت عدا المؤاخذة في عندك عملية اقتراب اقتراب معناته معناته شو بتتوقع يكون معدل التغير سالب هاي ثابته وفي اقتراب معدل تغير قلنا إيش سالب بس أطيك ألف آف طيب إلي بعده بحكيلي مثلث متطابق الظلين طول كل من ضل أي المتطابقين عشرة أوكي تعال هاي عشرة آآ صانتي وهاي عشرة صانتي وقياس الزاوية بينهما ثيتا قل لي هاي ثيتا وقل لي إذا تغيرت ثيتا بمعدل هالجد يعني دي ثيتا أوفر دي تي كم بتساوي؟ قل لي بواي على ستين أوكي فإن معدل تغير مساحة المثلث عندما ثيتا تسفى خلص 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 مساحة المثلث يعني إيه تساوي؟ نص ضرب الضلق الأول عشرة ضرب الضلق الثاني عشرة ضرب ساين الزاوية بينهم مثلات مطابق الضلقين طيب معناته الارية تساوي نص العشرة خمسة بعشرة خمسين في ساين ثيتا خلص يعطيك العافية بدأك معدل تغير المساحة ومعك معدل تغير الزاوية شتاق بالنسبة للزمن دي اي اوفر دي تي شو بتساوي؟ خمسين ضرب شو مشتاقت الساين؟ كوساين الزاوية ضرب مشتاقت الزاوية بالنسبة للزمن مش تنسى هاي معدلات حبايا طيب معناته يلا أستاذ تعال نعوض هون يلا بدأعوض دي اوفر دي تي مطلوب هاي دي اوفر دي تي تساوي خمسين في كوساين الزاوية خمسين ضرب كوساين الزاوية ما بعرفه لا بتعرفه ولا أنه بده لما الزاوية تكون باي ع ثلاث معناته كوساين باي ع ثلاث كوساين الستين معناته نص مالك ضرب باي على ستين معدل التغير اوكي فبطلع صفر مع الصفر بروح فبطلع الجواب خمسة باي على اطماش تمام طبعا سنتيمتر في الثاني ولا في الدقيقة لا في الدقيقة سنتيمتر تربيع عفوا آسف مساحة هاي يا حبيبي مساحة أستاذ أنا آسف فبطلع خمسة باي على اطماش فرع سي تماما شباب وبنات تمام يلا لبعده بقول لي إذا كان ف في الـ X بساوي X على ثلاثة زائل 9X حيث و X تساوي 0 تمام فإن القيمة العظمى المطلقة طيب ومعطيك فترة اوكي سهل أستاذ اشتق بدي القيمة الحرجة F برايم X شو بتساوي X على ثلاثة مشتقتها ثلث 9 على X عدد أختيران إذا سالب 9 على X تربيع وبساويها بالصفر تمام هلا هو قال لي X لا بساوي صفر خلص يعني يعني إنك تيجي تقول لي المشتقة غير موجودة عند الصفر ما هو مستثنيها يعني هنتعرين هي غير موجودة عند الصفر بس خلص فتنقلها على الطرف الثاني فبتصير عندك 1 على ثلاث يساوي 9 على X تربيع اضرب تبادلي فبتطلع X تربيع تساوي 27 فX بتطلع موجة بسالب جذر 27 صح؟ بتقول لي لكن اطلع الفترة اللي معك فترة سالبة من سالب 6 لسالب 1 يعني جذر 27 out هيك هيك فأنت هتوقض فقط جذر السالب 27 تمام لأنه هذا ال-N وX تساوي موجة بجذر 27 هذا out من الفترة هاي للإحطية تمام معناته تعالي هاي الفترة من سالب 6 لسالب 1 وأنا سالب جذر 27 دقيقة بلا أعطيني الحاسبة بدي أشوفي لكم الجذر 27 بالضبط قديه ها تعالي جذر 27 خمسة فاصلة اثنين تقريبا تب جو طيب يلا افحص خذ رقم هون آآ سالب 6 سالب 5 وفاصل 2 خذ سالب 5 ونص مثلا عوض بالمشتقة 9 تقسيم 5 ونص تربيع 0.3 فواحد تقسيم 3 ناقص 0.3 تطلع positive تمام اهوانا ليش انا هيك عملي يلا مش مهم مش مهم هسأ بقولكم فأنا خذ الصفر مثلا لا وين الصفر آلت آسف يلا هوي آسف 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 آآ خذ السالب 2 9 على 4 2 وربيع إذا سالب فهون تزايد وانطلاقص بس أنا بتوقع أنه ما له داعي بقدر بقدر أقارن الصور فقط يعني ف السالب 6 كم و ف السالب جذر 27 كم و ف سالب 1 كم يلا ارجع هاي الاقتران عوض بالله سالب 6 على 3 سالب 2 زائد 9 على سالب 6 يعني سالب 3 على 2 يعني سالب 1 و نص فبتطلع يا صديقي سالب 3 و نص اللي سالب 7 على 2 هلأ مبدئيا واضحا القيمة العظمى من التزايد تناقص بيّنت انه هاي فبيجي الطالب شو بعمل بيروح بحط لي ايش سالب 3 جذر الثلاث هي نفسة معاي نفسة اخوان وهو جذر ثلاث بتظل جذر الثلاث ثلاث ثانية تحت الجذر فلأ انتبهوا خلونا وليش نتأكد من الصور فعادة بيطلع الصور هو نفس القيمة تعال بلا اعوض لي هون F سالب ثلاث جذر الثلاث اللي هو نفسه F سالب 27 تحت الجذر فبيطلع سالب ثلاثة جذر الثلاثة على ثلاثة زائد تسعة على ثلاثة جذر الثلاث وانا فيت ركاية خفيفة هاي مع هاي بتروح حسا هاي مع هاي بتصير ثلاث ثلاثة على جذر الثلاث جذر الثلاث ثلاثة على جذر الثلاث جذر الثلاث هون سالب فبتصير سالب اثنين جذر الثلاث اي بتتوه فرق بينهم شايفين الفرق هاي القيمة هاي قيمة اكس هاي قيمة Y صورتها. تمام؟ إذن هاي القيمة العظمى المطلقة. بعدها تعوض F السالب واحد. يعني سالب ثلث. سالب تسعة بتطلع صغره. وهاي صغره. هو ما طلب الصغره المطلقة بس هو طلب العظمى. فصغريات لو بده بتقارن بينهم. تمام؟ تمام. يلا السؤال هذا بقولي معتمدا على الشكل الآن الذي يمثل منحنة المشتقة الأولى للاقتران X بل X. ما الفترة أو الفترات التي يكون فيها منحنة الاقتران مقاعر لأعلى. حلو. حلو. دقيقة شو. أستاذ. مقاعر لأعلى. ما لش. هم بتطمن على الكاميرا. مقاعر لأعلى. يعني F دبل برايم X أكبر من صفر. صح؟ طب أنا عندي رسمة المشتقة الأولى. فببحث فببحث وين بتكون F برايم متزايد. مهشور. لما أقول لك اقترام متزايد هم بتقول لي مشتقة الأولى صفر. لما قل إقتران متزايد هم تقول لي مشتقة الأولى موجبة متناقس مشتقة الأولى سالبة. طب لو ما أقول لك اقتران مقاعر لأعلى فبتقول لي مشتقت الثاني موجبة. طيب طب ومشتقته الثاني سالبة إذا مقاعد الأسفل طب معاك منحنا المشتقة الأولى ما هو المشتقة الأولى متزايدة يعني مشتقة المشتقة الأولى موجبة يعني المشتقة الثانية موجبة خلاص ماذا ؟ معناته بدور وين فبرايم متزايدة هي قصة وين فبرايم متزايدة ؟ هاي هسا من السالب الثنين هاي عم تطلق لعند الأربعة تمام ؟ لأنه من الصفر من الصفر لعند الثنين عم تنزل قاعدة هاي من الثنين للأربعة رجعت تطلع من الأربعة للستة رجعت ايش ؟ تنزل معناته هي من الثنين للأربعة يكون مقاررا لأعلى من الثنين للأربعة تمام يا اخوان طب لو قللي مقارر لأسفل ساعتها بتقوله من صفر لاثنين ومن أربعة للستة تمام ؟ بتقوله تمام هو مش حاطط هوا اوكي كويس يلا طيب هذا مباشر معطيني اقتران الموقع بقول لي أعطيني الفترة اللي بيكون فيها الزمن يتحرك فيها الجسم في الاتجاه ايش ؟ السالب بتحرك فيها بالاتجاه السالب دقيقة شو يسا بتحرك في الاتجاه السالب معناته السرعة تبعته بدها تكون أقل من صفر بتحرك في الاتجاه الموجه بالسرعة تبعته أكبر من صفر تمام ؟ تقولي تمام فباجي بجيب اقتراني السرعة اللي هو مشتقة الموقع وبكتب ثلاثة تي تربيع ناقص اثناش تي وبساويه بالصفر ليه ؟ اعتبر كأنك تعمل مع تزايد وتناقص تي فترات موجب فترات ساربة وبالكريتيكال بوينت تمام ؟ ساويه بالصفر كثير عدود فيش مشتقة غير موجود شو بتهبد قاعد تسرعة أو تسارعة اسحب لي ثلاثة تي عامل مشترك فبصير عندك تي ناقص أربعة يساوي صفر إما تي بتساوي صفر أو تي بتساوي أربعة وعيب ترسم لي خط أعداد رايح للسالب لا حب هون تي دائما بتبلش من الصفر تطلع زمن فلا تحط بذايك لما أشوف واحد بدلي يا جاية السالب حتى لو ما بدي يستخدم بذك يا خر حر خليك دقيق يلا السفر معناته صفر وأي الأربعة طيب خذ أي رقم بين الصفر والأربعة خذ الواحد بوزيتف واحد نقص أربعة نيكاتيف إذن هذن خذ الخمسة هيطلع بوزيتف هو بده بتحرق بالاتجاه السالب إذن بالفترة من صفر إلى أربعة طيب شوف السؤال اللي بعد طيب 16 بحكيلي إذا كان Rx يساوي سالب 50x تربيع زاعد 200 في 3x زاعد 160 يمثل اقتران الإرادة الكلي الإراد تطبيقات الاقتصادية في عنا التكلفة والإراد والربح من بيع X صندوق تمام بقول لي فبا إنا أعلى إراد يعني بصراحة يعني بصراحة كثير مباشر يعني ما أعطيك اقتران الإراد وبدو أعلى إراد يعني بدي أشتقه أساوي بالصفر بس فبتيت شي يزبط لي يا Rx يعني حتى يعني ما طلبش إشي إضافي مثلاً أعطاك إشي ثاني مثلاً قال يعني يعني في أسئلة ثانية ممكن أنه شفته أسئلة الكتاب بقول لك أنه لسه من نضرب العدد في أبصر إيش وسعر البيع ونطرح ونطلع الربح بعدين نشتغل لهن مباشر مباشر فسالب خمسين إكس تربيع زائد دخل الميتين جوا بتصير ستمية إكس زائد ميتين بمية وستين ثلاثة ألاف وميتين صح؟ لا اثنين وثلاثين ألف عفوا وخلي معنا الآل الحاسب للإحطياطي عمي عشان ما نجيبش العيد أوكي يلا نشتق أوري بروين أوف إكس تساوي سالب مية إكس زائد ستمية وبسوي بالصفر فبتطلع عندك إكس تساوي ستة إنجل هاي وقسم تمام أعلى إذن عند إكس تساوي ستة فباجي بحكي أعلى إيراد إذن أرس ستة يعطيك العافية أول بالاختران الأصلي هنا ها سالب خمسين ضرب ستة تربيع ستة وثلاثين سالب ألف وثمانمية زائد ستمية ضرب ستة ثلاثة ألاف وستمية زائد اثنين وثلاثين ألف فإجمع سالب ألف وثمانمية زائد ستة ثلاثة تلاف وستمية زائد ثلاثين اثنين وثلاثين ألف بتطلع ثلاثة وثلاثين ألف وثمانمية إذن الجواب هو فرع سي طيب لبعد معتمداً الشكل الآتل يتمثل مستطيلاً مرسوماً داخل مثلب قائم إيش الزاوي تمان بقول لي ما قيمة الإحداث X للنقطة M التي تكون عندها مساحة المستطيل أكبر ما يمكن بس مين اللي أكبر ما يمكن مساحة المستطيل إذن العلاقة الهدف هذا طبعاً تطبيقات قيم خص وواضح بدأت تكون مساحة المستطيل فاني يجي المستطيل يا أخوان إحداثيات النقطة M X Y يعني سبحان الله يعني ما يواقع الخط المستقيل طيب سيبك منها فس هذا المستطيل صح إله طوله إله أرضي شو طوله سميه X مش تحط لي خمسة خمسة هاي هون هاي هاي اللي هي إحداثي X أو وين بقطع المستقيم محور X وهذا ارتفاعه Y طيب فبتيجي بتكتب إذن مساعد ساوي X سب Y بدك علاقة مساعدة طب واضحة جداً إنه Y Y اللي هو عرض المستطيل أو ارتفاعه لاحظ إنه هو نفسه إحداثيات النقطة M اللي هي نفسه واقع الخط أو بمعنى ثاني رأس المستطيل شايفه يقع على الخط المستقيم هاي 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 معناته الارتفاع اللي هو Y هاي كيف بجيبه ما هو هاي إحداثيات نقطة معناته يضحق خريش معادلة المستقيم فكيف بدأ وجد معادلة المستقيم يمر بالنقطتين هاي خمسة وصفر وهاي صفر وعشرة فباجي بحكي الميل تبع المستقيم يساوي دلتا Y عادلتي X هذا بدأ وجد معادلته وتساوي يلا عشرة ناقص صفر عشرة على صفر ناقص خمسة سالب خمسة فبتطلع ايش سالب اثنين معناته باجي بحكي Y ناقص اختار اي نقطة ايه خمسة وصفر Y ناقص صفر تساوي الميل سالب اثنين في X ناقص ايش خمسة تضبطها بتطلع Y تساوي سالب اثنين X زائد عشرة بس يعطيك العافية العلاقة المساعدة اذا ارتفاع المستطيل بدل Y بحط سالب اثنين X زائد عشرة فبتصير X هاي X في سالب اثنين X زائد عشرة يعطيك الف عافية بده طلع قيم X و Y خلنا اطلع X فصار كله بدلالة X سالب اثنين X تربيع زائد عشرة سيء اشتقل انا Y براي عفوا A براي تساوي سالب اربع X زائد عشرة و يساوي صفر معناته X تساوي كم عشرة على اربعة بعد ما انقل اللي هي اثنين ونص ايش اللي اهداء اثنين ونص اللي خمسة على اثنين ما حسب الصيغة اللي هو كاتب فهو بده احداث X خلص طلعت كم خمسة على اثنين اذا الجواب فريدي شايفين يا اخوان الاسئلة والله العظيم يعني ما في ولا اي اشكالية في ولا اي سؤال وقارن قارن بالمادة اللي عندك وشو هتلاقي انه والله الامتحان ضد المباشر اذا كان i جذر السالب واحد سبحان الله فان قيمة المقدار i قوة 2021 ضرب جذر السالب اربعة طيب زبطها i قوة 2021 ضرب حسنا جذر السالب اربعة طب احنا خلص عارفين وصار عنا قناعة انه هاي فيها فيها ايماجيناري فيها تخيل بتطلع اثنين i كيف استاذ طب و هذا جذر السالب واحد في اربعة وزع الجذر جذر السالب واحد اي جذر اربعة اثنين اذا بصير عندي اثنين دوت اي اجمع اسس اي قوة واحد في اي ها قوة واحد في اي قوة 2021 بتصير اي قوة 2022 فبتطلع اثنين ضرب هس هاي بقدر اعملها اي تربيع قوة كم 2022 تقبل قسمها اثنين اه ها الفين تطلع 2011 ويساوي اثنين ضرب يلا اي تربيع سالب واحد قوة 1111 فسالب واحد قوة فردي سالب واحد اذا الجواب كم سالب اثنين يعطيك العافية اي او تقدر عفكرة بطريقة اي اه بعرفش اذا في حدا منكو حضر الايس كريم شرحتها بطريقة مختلفة او انمالة الايس كريم موجودة على اليوتيوب انه باجي بقسم هذا على اربعة باجي بحكي 2022 تقسيم اربعة بشوف ما بعد الفاصله بطلع خمسمية وخمسة ونص خمسميت وخمسة ونص قلت انا شرحت Ana شرحت في الدرس انه اذا كان الباقي 25 بالمية مواسع تشوفوه انتم طلاصم بس او تحضروا الفيديو بتفهمه 25 بالمية اي بعد الفاصله اذا كان نص اي تربيع تمام اذا كان 75 بالمية اي تلسات اربع اي تكيب تمام اذا كان فيش باقي يعني هيك صفر صفر هاي قوة أربعة تمام فهو ايش طلع عنده الباقي خمسمائة وخمسة ونص بعد الفاصل نص إذن إيش آي تربيع فبعجب حتى إذن هذا يساوي اثنين بر آي تربيع آي تربيع سالب واحد فبرضه بطلع الجواب سالب اثنين تمام أستاذي تمام شوفوا الفيديو شوفوا طيب إذا كان الآن فإن قيمة X يعني واضحة إنه هي بدنا نطلع قيمة X نساوي الريال بالريال يعني صبت له والله يا شكل له أستاذ مريب صبتها أولا أقول لك يلا دخل مش مشكلة ثلاثة X زائد ثلاثة Y هيها زائد دخل الأربعة بتصير أربعة بتلاثة اثناش X ناقص أربعة Y آي تساوي أربعين ثلاثة وأربعين زائد اثنين وثلاثين ناقص Y آي هسه شو بأعمل بساوي الريال بالريال هاذا شو الريال وهي الريال فباجي بحكي إذن الآن الريال بالأول يساوي الريال بالثاني وبالتالي ثلاثة X زائد ثلاث Y تساوي أربعين ثلاثة وأربعين بعدين باجي بحكي imaginary بالأول يساوي الimaginary بالثاني ومنه ومنه 12X ناقص 4Y تساوي 32 ناقص Y حل المعادلتين الطريقة اللي أنت بتشوفها أيش مناسبة هات الY هون وهات هاي هون فبتصير عندك 5Y تساوي يعني أفونا ثلاثة وأي سالب Y زائد 4Y ثلاثة وأي تساوي 32 ثلاثين لا هات هون بصير 12X ناقص 32 تمام طيب شيلة هاي الثلاثة وأي جاهزة على فكرة يعني شيلة زي ما هي ثلاثة وأي هاي حط محلة ثلاثة أكس خليها زائد شيلة ثلاثة وأي حط إيش 12X ناقص 32 يساوي 43 طبعا هون قصلا طالب قيمة إيش قيمة إيش فعرضي أنا بحل المعادلة لإكس تمام اوكي فيا صديقي تطلع 3X زائد 12X 15X ها انقل هاي هون تساوي تطلع 75 43 زائد 32 75 اخسم 15 75 تخسيم 15 تطلع X كم تساوي 5 يعطيك الآن إذن قيمة X 5 تمام يلا اللي بعده بقول لي إذا كان كي أكبر من صفر ومعطيني Z هايو يساوي 3 كي ناقص 2 جذر 2 i وكان مودولس Z أو المقياس يساوي 3 فإن قيمة ثابت K مباشر جدا جدا تمام فمودولس Z أصلا اللي هو بساوي 3 بساوي أيضا تحت الجذر تربيع الريال زائد تربيع الاماجينري 2 جذر 2 تربيع السالب لو خطيتهم هو حيروح تحت التربيع مش قصة فعلى الحالتين رايح ربع الطرفين بصير 3 تربيع تساوي 9 على K تربيع زائد 4 في 2 8 9 ناقص ثمانية نقيل هون هاي 3 تربيع 9 ناقص ثمانية 1 تساوي 9 على K تربيع ومنه K تربيع بالتبادل تساوي 9 ومنه K بتساوي plus or minus 3 بس انت قاعد تقول انه K اكبر من 0 اذا K بتساوي 3 فقط لانه اكبر من 0 اذا الاجابة هي 3 تمام اخوان اوكي طيب هذا حلو برضو اذا كان A تربيع زائد B تربيع على A زائد B في I يساوي 2 زائد 3 I حيث A و B عددين حقيقيا لا يساوي أي منهما الصفر يعني 2 عددين مش صفر فعنا قيمة A ضرب B سؤال جميل ومباشر هلأ اخوان معظم الطلاب شو بتروح تعمل بتبلش حالها يعني بتروح تضرب لهذا بهذا الفاضي صديقني طيب طالب ثاني شو بيعمل برضو يعني مقبول هاي انه بيجي بضرب بمرافق هذا يعني بيجي بخطي هون A تربيع زائد B تربيع على A زائد B I يساوي ف2 زائد 3 I طريقته صح طريقته صح انا بعطيك كيف كل الطلاب بتفكر فبيجي هون بضرب ب2 ناقض 3 I يعني هاي ذا قد في اي انا ع2 ناقض 3 I وبيضبط وكذا وبضرب قصة فلا تعال انصح نصيح ثانية اضرب بمرافق فبتصر عندك A تربيع زائد B تربيع على هذا لما اضربه بمرافقه اللي هو A ناقص IB صح على A ناقص IB في زائد IB بصر عندك تربيع ريال زائد تربيع يساوي 2 زائد 3 I شو بنحل بخطوة هاذ معه بي cancel وبعض صفي عندك A ناقص B I يساوي 2 زائد 3 I بس ساوي الريال بالريال معناته من هون A كم بتساوي 2 ساوي الاماجنري بالاماجنري مش تحط اللي بي ثلاث بي تساوي سالب ثلاث هاي السالب شايفو دير بالك خلص انت شو طالب طالب A ضرب B معناته 2 ضرب سالب ثلاث معناته الإجابة كم سالب 6 احي اوكي طبعا عم بحل بالتفصيل يا أخوان لأنه كل الطلاب عم تطلب الحل بالتفصيل لأنه وقت الامتحان ما حدا حلو بالتفصيل وهذا ايش طبيعي يعني انه كان وقت ايامتحان وطلاب بس بدأ تعرف الإجابات ومتوترفها كان يعني الكل يطلع يعطي الإجابة النيائية فأنا هون مش عم بعطيك إجابة هون عم بعلمك من كل سؤال إشي فهنا عم بنحله بالتفصيل عشان تعرف كيف انحل وكذا طيب يلا اللي بعده إذا كان Z2 يساو كذا Z1 يساو كذا يعني هذا مبين مباشر جدا Trigonometric 4 بدي بدي أعمل قسم Z1 على Z2 فبدي أقسم بدي أقسم R الأول على R الثاني 6 ع 3 بعدين طرح الزوايا Cos زائد I بس فماجي بطرح مين الأول Z1 بطرح زاويته 7π ع 6 يعني حتى مش لاعب بالR يعني مش لاعب بالزاوية حتى ناقص 7π ع 18 وهون نفس الإشي 7 طايع 6 ناقص 7π ع 18 هنا فيش ولا أي إشي غريب فبطلع التجواب 6 ع 3 2 في Cos زائد I Sin واحد مقمات اضرب هاي بثلاث وهاي بثلاث نفس الإشي هون اضرب هاي بثلاث وهاي بثلاث بسل عندك 21 ناقص 7 على 18 21 ناقص 7 بتطلع 14π على 18 14π على 18 طبعا بتقدر تبسطهم لو تقسم هاي على 2 بتصير 7 لو تقسم هاي على 2 9 نفس الإشي 7 وهاي 9 فالجواب بطلع 2 في Cos 7π على 9 زائد I 7π على 9 هاي هاي اثنين لما همدي روبال كل برّة أوكي طيب هذا السؤال برضو جميل بيقول لي إذا كان A زائد 4i هو أحد جذوري التربعية للعدد هذا شو يعني؟ يعني فإن قيمة يعني هذا هذا جذر لهذا صح؟ يعني قصدي لو إجيت أخذ جذر هيك قصده لو إجيت أخذ جذر السالب 7 سالب 24i رح يعطيك كم؟ رح يعطيك A زائد 4i هيك قصده إنه هاب هو أحد مش فيه هو أحد الجذور التربعية للعدد المراقب و أنا بدي أحكي ملاحظة مهمة معناها فلو أربع الطرفين مثلا عندي سالب 7 سالب 24i يساوي A زائد 4i تربعية يعني أنت بجوز تحسل حل طويل أنا ما بعلمك سؤال أنا قاعد بعلمك من السؤال فسيبك من قصد الوقت هو كوقت بتحله بسرعة بس الآن أنا عم بعلمك همت علي؟ فأصبر علي شوي لأن دع أحكي أكثر من شغله فك فك سالب 7 سالب 24i تساوي مربع الأول زائد 2 بالأول بالثاني 8i ناقص 16 أنه 4i تربية سالب 16 جمع ريال مع ريال مع إما جنري صير الحياة تماما ناقص 16 هاي الريال كله زائد 8i وهاي الإما جنري كله معناته يا أستاذ أنت بدأ قيمة إيه صح؟ آه فسالب 7 بدأ تساوي هاد حلو فباجي بحكي سالب 7 سالب 16 تساوي إيش؟ تساوي يا صديقي شو فيه؟ يا لهوي شو اللي هبتت هاد؟ ما لأنا إيش فيه؟ شيل شي 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 ما بعرفش ما حدش يسألني سالب 7 تساوي ايه تربية؟ ناقص 16 معناته ايه تربية؟ بتساوي 9 معناته ايه تطلع موجب سالب 3 هم فبيجي الطالب بلاقيه سالب 3 والثلع ها بحتار حقه أقول تعال كيف بدك تقرر؟ أستاذ 8 ايه لسه في عندك الإيماجينر يساوي الإيماجينر لازم 8 ايه تساوي سالب 24 دير بالك دير بالك سالب 24 فباجي بحكي 8 ايه تساوي سالب 24 معناته ايه بتساوي كم؟ سالب 3 حلا لو اجيت اخذت ايه بتساوي 3 بتحقق هون بس ما بتحقق هون بتصير 3 بثمانية 24 طب هذا سالب 24 فهمتو علي؟ فانت انتبه لل 2 سايدز حلو؟ معناته الجواب الصحيح هو ايه بتساوي سالب 3 لانه انا لازم احقق ايش؟ احقق الثنتين حلا طب السنان ما تم وجب سالب مزبط؟ اه مزبط لما ما يكون معطيك هاي يعني اذا كان مجل هاي مثلا او يعني فهم علي انت كيف مجل يعني مثلا حاط لك مثلا ايه تربية مثلا وهون سالب 3 بتحل المعادل وتختار انسى انسى المهم انت بتختار بس قزي في حالات الثنتين بزبط عادي بس انت بدك تتقيد بالنهاية يعني شبسوا على الاس في ناس حلوة بطريقة ثانية شو بحكي؟ بقول دقيقة شوي بقول اسمع اسمع لي بقول انا لما اخد جذر هذا هذا لما يعني سالب 7 سالب 24i صح؟ وفق يساوي الجذر تابعه يساوي a زائد ib او x زائد i في y واربع الطرفين فبتصير هون x تربيع ناقص y تربيع زائد 2 xyi صح؟ صح طيب شو بعمل؟ ايجا قال اسمع هاي بسويها بهاي فباجي بحكي هون فباجي بحكي سالب 24x شو سالب 24؟ ما اللي يعني؟ سالب 2 عفوان x y معناته يا استاذ الكريم تطلع x تساوي كم؟ سالب 24 عفوان يعني سالب 12 عفوان صح؟ هاي ما هذا الجذر؟ مش هون هذا المطلوب جذره هذا جذره فأنت مش هون بالنهاية الجذر حيطلع على صيغة x زائد ay y ثم هي قيمة y 4 اه معنات خلو الساد اذا x تساوي كم؟ سالب 12 على 4 اذا x تطلع كم؟ سالب 12 على 4 سالب 3 اللي هي نفسها مين؟ ايه؟ ثم هو x زائد ay y او a زائد ay b b بتساوي 4 y تساوي 4 ايه تساوي x؟ ثلاث سيعطيك العافية اذا x تساوي كم؟ سالب 3 اللي هي نفسها قيمة a فهنا وجب التنويه هناك ميز بين positive و الني بارك الله فيكم احبائي نكمل هس هذا القيمة العظمة للسعة يعني هذا من الاشياء اللي كانت في الطبعة الاولى للكتاب وبطلت موجودة في الطبعة الثانية ف يعني اللي اللي بيقدم على الطبعة الاولى مطلوب منه اللي بيقدم على الطبعة الجديدة مش مطلوب منه وما بتعوض امكان يرجع بالمستقبل فكل الاحوال روح احله تمام السؤال بيقول لي ما القيمة العظمة ما القيمة العظمة وبعدين ما القيمة العظمة لسعة الاعداد لتحقق المعادلة هسا هاي هاي متبعينة هاي مطلوب عادي يعني دائرة واضحة مركزها سالب واحد وجذر الثلاث ديروا بالكم و نصف قطرها واحد هاي مبينة تمام فباجي هي هيك هذا الريال وهذا الاماجينا تمام مستاذي بتقولي تمام هسا المركز سالب واحد وجذر الثلاث يعني هون يعني باجي هون سالب واحد وبطلع بمقدار جذر الثلاث يعني تقريبا ايش تقريبا هون تمام هاي كم هاي جذر الثلاث هسا نصف القطر الحلو بالموضوع انه واحد يعني هاي واحد فأنا رح رح تكون الدائرة هيك لانه هاي المسافة واحد وار طب واحد فهو حيلزق بالمحور هون تمام بس الارتفاع ار تساو واحد بس الارتفاع جذر الثلاث اكبر من واحد فما رح يلمس المحورات تمام يا اخوان بتقولي تمام هسا في اكثر من طريقة طلاب المطلوب منهم الساعة بتعرف انت لازم تحط مماسين لقد ارى هاي مماس وهاي كمام مماس كمام فانت بدك الماكسيمون ارقومت من الـ الـ لحد ابعد مماس اللي هاي شايفة هاي هاي زاوي كل طيب كيف بدي اجيبها اول اشو واضح انه في الربع الثاني فلي بيطلع لي اياها اكبر من يعني هذا يعني نقلة حضارية في الهبد دير بالك منها واللي بيطلع ليها في الربع الاول برضو نقلة بس مش حضارية في الهبد فننتبه زاويتك في الربع الثاني تمام طيب شو عمل ولا اشي بتعرفوا انه هون يعني وراح ندخل بتفاصيل كثير انه انتوا عارفين انه مثلا هذا بنصف فبتصير هاي اللي هي كم هاي اللي هي هاي واحد هاي واحد وهاي اللي هي جذر الثلاث صح انت بتقدر تجيب هاي الزاوية سميها ثيتا مثلا هاي الزاوية ثيتا بتقدر تجيبها تاني الثيتا هون كزاوية بدون اشارات هسا وبدون اشارات تساوي المقابل على المجاور يعني واحد على جذر الثلاث فبتطلع ثيتا كم تساوي مين الزاوية الثلاث اللي هي باي على ستة فخلصات احنا عرفنا عرفنا هاي وهاي ما هو بنصف معناته ها يعني هذا المثلث كمان قدها فهاي كمان هتكون ثيتا فانا بدي هاي كلها زائد هاي اللي هي ايش اللي هي من هون لهون تسين اللي هي باي على ثنين فاتشو بتحكي بتقول طلعت معي ثيتا انا بدي كمان ثيتا لانه لهون عند هذا الخط الزهري فتو ثيتا اذا تو ثيتا اوكي زائد باي على ثنين اذا الثيتا ماكس اللي انت بدك ياها بتطلع تساوي باي على ثنين زائد اثنين ثيتا فبتطلع تساوي باي على ثنين زائد اثنين ضرب الباي على ستة فبتطلع يا صديقي باي على ثنين زائد ايش باي على ثلاث يعني خمسة باي على ستة يعني مية وخمسين اللي هو تسعين زائد ستين مية وخمسين اللي هي كم؟ خمسة باي على ستة فأرجو حبايب الانتباه لإيجاد السعة العظمى تمام؟ آخر سؤال فضاء دائرة سؤال خمسة وعشرين برضو على المتباينة هذا مطلوب من الكل واضح بقول لي ما معادلة المستقيم بدلال زيت ومثل بيانيا يعني مباشر وواضح بدلال زيت طيب أول شيء لاحظوا إنه ها القطعة هايها القطعة المستقيمة وهذا المنصف العبود يحط لك شرطتين هنا معناته هاي القطعة المستقيمة المرة بالنقطة شو إحداثيتهم؟ هاي هنا ثلاثة وأربعة إذن هاي النقطة ثلاثة زائد أربعة آي تمام؟ وهنا النقطة اللي هي سالب واحد واثنين سالب واحد زائد اثنين آي معناته المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين إحداثياتها ثلاثة وأربعة وسالب واحد إيش؟ واثنين هاي إحداثيات سالب واحد واثنين وهي يا صديقي ثلاثة وأربعة فبتيجي بتقول إذن بس خلص إذن مودلس هاي معادلة يساوي مودلس فبحكي زد ناقص وهنا زد ناقص يلا زد ناقص ثلاثة ناقص أربعة وشو نبلش ثلاثة أربعة جهة ثانية أوك نرتزم بالجهة هتنبلش ناقص ناقص واحد هم تصير موجب واحد ناقص اثنين آية وهون ناقص ثلاثة ناقص أربعة يعطي ثلاثة فباجي باختر طلع كيف بدك تلغي خيارات شوف 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 أول ما تشوف طلع هون زد إيش زايد فأنته ولما تشوف زد ناقص الغي كمان أو طلع هون ناقص ناقص طلع هون زايد زايد الغي الغي هون نفس الإشي طلع زايد زايد الغي شوف كيف بتشطي بخيارات طيب هون زايد خلص الغي إذن شو الجواب بي شايف يعني أنا قولي شو عمل أكثر من هيك هنا عم بحاول معك بيش بكل الطرق كيف تشطي بخيارات وكيف تحلها طبيعي لازم تكون بتعرف الثنتين تمام إذن زد ناقص واحد عفوا آسف طلع أنا أنا قز اللي تحت اشطبها طلع هاي اللي اشطبها مش هاي هيك أنا شطبتكم هاي حبايب لأنه هون زايد وهون زد ناقص خلص طلع هون زد زائد هاي هاي أنا آسف أمفكر هون ناقص فلا أنا بلغي الناقص وهاي لغيتها لأنه هون ثنتين ناقص يعني طلعين عيب فلا هاي هاي زد زائد واحد ناقص اثنين آي تساوي زد ناقص ثلاثة ناقص أربعة آي هيك حبايب بتكون انتهت أسئلة إيش الضادة يعني رأي لأنه ننتقل باسم الله للأسئلة المقالية طيب يا جماعان ننتقل الآن للأسئلة المقالية ونبدأ بالسؤال الثاني آآ فرع إيه آآ بدي أنوه الشغلة طبعا هذا السؤال اللي هو استخدام التعريف العاملة المشطقة كان في الطبعة القديمة مطلوب أهلا في الطبعة الجديدة يعني مش بطل مطلوب بمعنى مطلوب زي النسخة الأولى لكن في بي أستعد لدراسة الوحدة عليه سؤال أو اثنين وبالتالي الإحتياط واجب وبصراع يعني يعني ثلاثة أربع دقائق يحضروا مش هيأثروا عليك تمام؟ دائما خذها قاعدة يزيد ولا ينقص نصيحة يعني تأخذها المعلومة خمس دقائق الزيادة ولا إنك ما تأخذها عش تنقص انت حر اللي ما بده هو حر اللهم بلغت السؤال بقول لي ابحث قابلية الاقتران F2X6 قوة ذلك زائد أربع الاشتقاء عندما يكس وساوي طبعا هو غير قابل للاشتقاق أيو استعمل التعريف العام للمشتقة لبحث قابلية الاشتقاق هو بده استعمل اياش التعريف العام هلا هذا غير قابل للاشتقاق يعني لو تشتقه عادي هيصير هنا قوة سارة باثنين على ثلاث حتنزل على المقام وانت طالب عندكس وساوي ثلاث حتصفره كمقام فهتصير مشتقة غير موجودة لكن بدنا نثبت هذا الكلام باستخدام التعريف العام خليكو معاي اه ثواتي اوكي طبعا جمعي اه خليني بس اجيب الورقة لانه هاي معي الورقة بانقوله اه هاي ورقة الامتحان اه فبدي انقلو بدلا ما اظنى اتنقل اه ابحث قابلية الاقتران اف الاكس تساوي اه اتنين اكس ناقص ستة قوة زائد اربعة عندما اكس تساوي كم تساوي ثلاث يب بسم الله قانون التعريف العام المشتقة كلنا بنعرف انه اف برايم طبعا هو بده عند عند خلينا نحكي بشكل عام عند الاكس بساوي لما اتش تقترب من الصفر اف الاكس زائد اتش ناقص اف الاكس على اتش هذا قانون التعريف العام على هو بده عند اكس شو بتساوي اكس بتساوي ثلاث فباجهو هط اف برايم الثلاث تساوي تساوي لما اتش تقترب من الصفر شيل هون الاكس خط ثلاث هون اف الاكس انا اسم انا حط اف الاكس انا حط اف الاكس الله يعني هبيد نمبر ون وانا هتحط ايش ثلاث فبصير عندك اف ثلاثة زائد اتش ناقص اف الثلاثة على اتش طيب هسا شو بتعمل هسا يا صديقي الخطوة الثانية انك تشيل مش انت عندك اف هاي اف بدك تشيل الاكس وتحط ثلاثة زائد اتش بعدين انك تشيل الاكس وتحط ايش ثلاث فبصير عندك اف فبرايم اف ثلاث تساوي لما اتش تقترب من الصفر يلا عوض هنا محل الاكس ثلاثة زائد اتش ناقص يلا هسا بدي اشيل الاكس احط ثلاثة فبصير اثنين في ثلاثة ستة ناقص ستة صفر قوة الصفر فبيروح صفر زائد اربع مع الناقص بتصير ناقص اربع ادير بالك على اتش معناته طبعا زائد اربع ناقص اربع ايش بتروح شو بيظل؟ بيظل عندك اف فبرايم الثلاث تساوي limit اتش تقترب من الصفر يلا عوض هنا تدخل هاي جوه فبصير عندك اثنين في ثلاثة ستة زائد اثنين اتش ستة زائد اثنين اتش طبعا هذا كله مش تنسارف ثلث هاي هذا كله قوة ثلث صح؟ ناقص ستة ونس اعسف نسيت الستة هاي ناقص ستة اعضا كله قوة ثلث على اتش تمام لاحظ ستة ناقص ستة ايش بتروح بيظل اثنين اتش قوة ايش قوة ثلث دعا لهم يلا بصف عندك اف فبرايم اف ثلاثة تساوي limit اتش تقترب من الصفر لاحظ صف عندك يا صديقي وزع لانه اثنين اتش لحالها قوة ثلث يعني اثنين قوة ثلث في اتش قوة ثلث طب اثنين قوة ثلث يعني الجذر التكعيب الاسمية في اتش قوة ثلث على اتش في هاي الحالة شو اعمل؟ ولا اشي عندك اتش قوة ثلث على اتش مش بتقدر تزبطهم مع بعض بطرح الاسس يعني هاي لما تنزلها تحت او طلق احي فوق اللي حتنا اللي حتغير مكانه من فوق لا تحتعم تحت لفوق حتقلب اشعر فبصير عندك اف برايم الثلاث تساوي لمت اتش تخترب من الصفر جذر التكعيب الاثنين هاي هاي على ركز معي الان يا صديقي خلينا ننزل هاي لانه هيك هيك لو طلقت هاي حيضلوا الاس سارف هرجع نزله على المقام فانزلها فبصير هاي اكس قوة واحد اتش قوة واحد يعني اللي هي الثلاثة على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة فبصير اتش قوة اثنين على ثلاثة وهنا تبدأ التفرعات شو التفرعات تبدح؟ بتقول لك اسمع وصلت انت لاخرك بتقول لي اه بقول لك يلا افحص يميني شمال بس بدك ننتبه ها هو بالنهاية ها شو يا اخوان؟ ها جذر تكعيبي للاتش تربيع وبقدر اكتبه بصورة ثانية جذر التكعيبي للاتش الكل تربيع هي هي ما بقدر اكتبه بالصيغتين اه يعني استاذ بتقدر تعطي تربيع عادي اطفل اه يا السلام معناته تعال خليني اضحص من اليمين ومن اليسارة بعديها بخرة لو اجينا اف برايم الثلاثة من اليمين شو هتلاحظ؟ هلاحظ والله خليلي هذا الجذر التكعيبي للاثنين بره في لميت اتش تقترب من الصفر عندك يا صديقي واحد على اتش قوة ثلث الكل تربيع هره انا مش قلت لك بقدر اخلي التربيع عالكل هسا واحد تربيع او واحد في قوة سالب واحد شو ما تعمل فيه بظله واحد بس وزع التربيع الكل من هون تمام؟ لانو خدع انتبه فبصير اف برايم الثلاث تساوي هي من اليمين عوّب هسا واحد على صفر من اليمين وتربيع ومن اليمين اي عدد على صفر من اليمين انفق طبعا اخوان صحيح انا حاط مسواه هون هسا بيتي واحد بقولي اوه استاذ كيف اف برايم الثلاث تساوي؟ مش قصدي هيك قصدي نهاية 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 اف برايم آسف نهاية الاقتران شو ما كان اللي هون سيقترب من المال نهاية عندما اتش تقترب من الصفر هيك قصدي ما مش قصدي يساوي ما لنهاية عشان انتو ايش؟ تنتبهوا هاي المحتوى تمام يا استاذ؟ تقولي تمام معناته لانه في تربيع ما لنهاية طب استاذ اوكي من اليمين خلصت تعالي نشوف من اليسار هسا من اليسار اف برايم الثلاثة من اليسار تساوي جذر التكئيبي للاثنين في ليمت نفس المبدأ اتش تقترب من الصفر يسار واحد على اتش قوة ثلث الكل ايش؟ الكل تربيع تمام؟ وبطلع معانا اف برايم الثلاثة من اليسار طبعا من اليسار اخوان واحد على صفر بس من اليمين هتكون عدد على صفر من اليمين يعني هتكون positive infinity هنا من اليسار يعني واحد على صفر من اليسار هتعطيك ايش؟ سالب انفينيتي لانه انت جاي من اليسار لكن فيه تربيع فيطلعي الجواب برضو ايش؟ انفينيتي تمام؟ فالفكرة بما انه يا اصدقائي بما انه انفينيتي انفينيتي معناته هذا يعني انها طبعا تعرف يعني خليني علم شوي غير موجودة معناته غير قابل للاشتقاط وين؟ عنده اكس تساوي كم؟ تمام؟ بتقولي تاوي قد ياب الله اخذت مننا وقت هاي ثمان دقائق لا ما انت شيري ثلاث دقائق شيري ثلاث دقائق مقدمة خمس دقائق حلوات يلا السؤال اللي بعده طبعا هايو الاشتقاء خلينا وارجيكو اياه هايو شو ها؟ هايو جد مشتقت ها تعال خنحلو والمعانا مساح يا محمد ها؟ يلا هو ايه؟ صح صح قصة هاها قصة عليه عشر علمات مش من فراغ يلا اف فبراي تساوي تنعجق هو بعجق ربنا الله بعجق بزاك تنتمح في عنده قوة خمسة شو بعمل فيها؟ بنزلها وبتصير خمسة واللي جوه زي ما هو قوة هون ايش؟ قوة اربعة ايش اللي جوه؟ رقص من القس ايش؟ واحد اللي جوه كوتان جوه الكوتان فيه تان تربيع جوه تان تربيع الزاوية اللي هي جذر ثلاثة اثنين اكس تكعيب زائد واحد يا سلام هاي في مشتقت اللي جوه ها نزلت القص يلا اشتق اللي جوه هات لون ثاني شو مشتقت اللي جوه ببرا؟ بسم الله بلش بهذا هاذا ايش؟ كوتان شو مشتقته؟ سالب كوسي كانت تربيع اللي جوه كما هو اللي هو تان تربيع الجذر ثلاثة اثنين اكس تكعيب زائد واحد هاسا دور مين؟ مشتقت اللي جوه؟ اللي جوه هات شو مشتقته؟ تان تربيع شو مشتقته؟ نزلت اثنين يلا الساد بدي امسك اثنين اي وانزلها فبتصير اثنين في تان اللي جوه الجذر اثنين اكس تكعيب زائد واحد يلا هاسا شو مشتقت التان؟ لا اله الا الله سي كان تربيع اللي جوه واخيرا في مشتقت ايش؟ اللي جوه اللي هو الجذر مشتقتنا داخل الجذر ستة اكس تربيع على اثنين بالجذر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله كمان مره علش؟ لانه هذا السؤال عفكرا يعني مرغغ ذهنيا اه ما انا عالا تعالا حبايبي اول اشي بدي انزل الخمسة اللي برا واطرح منها واحد فبصير قوارا بعدين قبل اشتق اللي جوه مين اول واحد طلع فوجي؟ الكوتان شو مشتقته؟ سالب كوسي كان تربيع واللي جوه زي ما هو هاي حلو؟ في مشتقت اللي جوه هاسا دور اللي جوه شو اللي جوه اول اش طلع اللي تان تربيع فشو مشتقت التان تربيع؟ بنزل اثنين باطرح من القوة واحد بعدين بشتقت التان واللي جوه كمان وشو مشتقت التان سي كم تربيع؟ اخر اشي مشتقت مين؟ اللي جوه اللي هو الجذر فمشتقت ما داخل الجذر على اثنين بالجذر نفسه طلعا تقدرون اتختص الستة مع اثنين فيها ايش؟ فيها ثلاث وما تنسى انه هون في عندك ايش؟ في عندك سالب ربنا الله السؤال يعني سهل لكن بصراحة بعجك يعني ما بدك تنتبه بدك تنتبه بس هاي كل الفكرة طيب السؤال الثالث مرضو ما فيه اي اشي اذا كان ثلاثة واي تربيع يساوي اربع اكس تربيع زي اكس واي فاثبت ان دي واي على دي اكس عند النقطة اكس سالب اي واي اي احنا عنده النقطة سالب اي واي حيث اي عدد حقيقي لا يساوي صفر تساوي كم سالب واي طيب هذا مشتقت اختران ضمني علاقة ضمنية اسف وليس اختران احكي صح بتعيش صح؟ لا مش اختران علاقة فبتيجي بتقول يلا باشتق الطرفين ثلاثة واي تربيع مشتقتها ستة ستة واي في واي برايم تساوي اربع اكس تربيع شم اشتقتها ثمانية اكس زائد اكس واي هاي زائد الاول اكس فمشتقت الثاني واي برايم زائد الثاني واي فمشتقت الاول واحد اتخلص ناسا بدي اعوض النقطة سالب اي واي بدي اعوض اكس تساوي سالب اي هاي اكس وهي واي و واي بدها تكون اي فبنقول بسم الله ستة في اي محل واي تدير بالك هاي ستة اي ضرب واي برايم او اذا بتحبتو كتبها دي واي او ضر دي اكس تساوي ثمانية اكس كم اكس سالب ايه في ثمانية سالب ثمانية ايه انتبه الى الاشارات طيب هون عندك اكس كم سالب اي في موجب سالب اي دي واي اوبر دي اكس واي كم ايه طيب ومنه تعال هون تعال هون يلا يا صديقي سالب ثمانية ايه زائد ايه بتصير سالب سبعة ايه ناقص ايه في دي واي عد اي اكس او واي برايم هيني عم بنوعلك وهون ستة اي واي برايم فبصير عندك ستة واي برايم ساوي سالب سبعة ايه ناقص ايه واي برايم معنش احنا نزلنا على اللي تحت لأ خليني امسح بيش امزل على المساع اللي تحت عشان يلا فبتصير ستة ايه واي برايم او دي واي اوبر دي اكس تساوي سالب ثمانية زائد ايه يعني نقولنا سالب سبعة ايه ناقص ايه دي واي اوبر دي اكس او واي برايم ما تتحت حيه تقرف ناشا ستاد انا اسم يلا هات هاي هون عن جمعتها فبتصير ستة ايه زائد اي واي برايم ستة ايه واي برايم زائد ايه سبعة ايه واي برايم كان كثيرات حدود يعني مغلبكاش وجاب لك ساين وكوساين وجواهم ايش او ايه قوة ايش سالة اوه قصة فهذا شو قانون مشتقثة للمعادة الوسطية جماعة اه 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 اكس تساوي تي تكعيد ناقص ثلاثة تي تربيع زائد واحد وي تساوي تي تربيع زائد اثنين عندما تي تساوح تمام ارجو الانتباه والتركيز اعزائي الطلاب ركزوا معي انت شو بدك بدي استاذ المشتقة الثاني دي سكويرد واي اوفر دي اكس سكويرد هاي الها قانون شو قلنا قلنا بشتق بالنسبة للزمن على المشتقة الاولى وبقسم على مشتقة اكس بالنسبة للزمن على اعتبار انه تي الزمن طبعا ممكن تكون اي متغير ثاني البرامترك براميتر اسمه فبدي اشتق دي واي هنا اوفر دي اكس فالمطلوب منك عزيز الطالب الان ايجاد اول اشي المشتقة الاولى فبنيجي انا وياك على جنب نمجد المشتقة الاولى شو المشتقة الاولى قانونها دي واي اوفر دي اكس تساوي بشتق واي بالنسبة للبرامترك او البراميتر اللي هو تي وبشتق طبعا انا يمكن كل الحصص حكيت انه الزمن بس عادي يعني انه بالنهاية هو متغير ثالث وسيط طبعا ممكن يكون زمن ممكن يكون غاسي عادي يعني فيعني ما لش دي اكس اوفر دي اكس اوكي يلا دي واي اوفر دي اكس تساوي استاذ دي واي اوفر دي تي طبع ما هيوا شو مشتقت هاو بالنسبة للزمن شتقه بالنسبة لتي عفوا الزمن خلص اثنين تي استاذ هاي اثنين تي طيب شو مشتقت اكس بالنسبة لتي هاي اكس يلا ثلاثة تي تربيع ناقص ستة تي يعطيك العافي فبيجي طالب الان بعوضني تي تساوي واحد لا والله عالي اسم لا لا استاذ احنا بنعوض في المشتقة الثاني الله يرضى عليك انا اسف بس بذايق بذايق لما الطالب ما يفميش هاي جيب نهب تقدر طبعا اخوان بما انه انا بدأ عوض تي تساوي واحد يعني بنهاي انا بدأ عوض تي تساوي واحد يعني تي لا تساوي صفر اللي بدأ اشتغل عاليات هي لا تساوي صفر فبقدر اني ايش اني اختصر لكن يعني خلينا خلينا شوف خلينا دايما بالساف سايد خليها زي ما احنا هسا بدأ اشتق هاي بالنسبة لازم بي على دي تي لدي واي على دي اكس بالنسبة لي يلا اشتق هاي قسم السايد المقام في مشتقة البسط ما تحذف تي مع تي لانه انت خليه فنكشن هلا هون طالبه عند الواحد بس ممكن عادي سؤال ثاني يقول لك اعطين ما انا بقلت لك بعلمك من السؤال اعطيني المشتقة بس مشتقة ثاني ما تروح تشتوب لتي مع تي يعني يدير بالن طيب انسى ناقص البسط في مشتقة المقام هذا اللي هو ستة تي ناقص ستة على المقام تربيع هاي ثلاثة تي تربيع ناقص ستة تي اوكي اعرف ان شاء الله اللوني ممكن ما يكون اش واضح هاتي العطيب هاي قصة يلا دخل اثنين هون بتصير عندك اه اثنين في ستة تي تربيع اه ناقص اطناعش تي هون ناقص اثنين تي في ستة تي ناقص اطناعش تي تربيع ناقص وناقص موجب اه اطناعش تي صح؟ موجب اطناعش تي فهاي مع هاي ايش؟ بتغوح فبصف عندك يا صديقي ستة تي ناقص سالب ستة تي تربيع على ثلاثة تي تربيع ناقص ستة تي الكل تربيع اخر خطوة راح اعملها الان اني اقسم على ايش؟ على دي اكس اوبر دي تي فباجب احكي دي سكوير دواي اوبر دي اكس كوير تساوي وح اقسم الناتج اللي طلع معي ها دعا الناتج اللي طلع معك هتقسم على مين على دي اكس اوبر دي تي اللي انت اوردي حسبتها اللي هي هاي اشتقة من هنا انسيت؟ اشتقة ثلاثة تي تربيع ناقص ستة تي اذا ثلاثة تي تربيع ناقص ستة تي وهونا بدي اكتب الناتج اللي طلع معيه سالب ستة تي تربيع على اشتقة غلبتنا يوسط طب شا ساوي اخوان هو انا اللي كاتب السؤال طب شو ذنبي انا ناقص ستة تي يلا هلا شو بعمل؟ بعوض لما تي بواحد فبعجي بقول بسم الله نبدأ بالتعويض الآن دي سكويرد واي بسم الله ثلاثة ناقص ستة ماهو واحد قاعد بعمل ثلاثة ناقص ستة فبصر سالب ثلاثة تربيع ناسع علام ثلاثة بواحد ناقص ستة في مثل pourtant فبطلع الجواب طبعا هاي بتطلع فوق فبصر سالب ستة على السالب ثلاثةぼرب تسعة في المقام خسل ستة على سالب ثلاثة اثنين على تسعة هاي هي الإجابة الصحيح تمام؟ بتقول لي تمام والأمور إن شاء الله إنها يلا سي سي يا أصدقائي اللي هو المعدلات المرتبطة بالزمن تبع المساحة الجانبية بقول لي يا تساقط الرمل من شاحنة متوقفة على أرض مستوية ما لش يا أخوان الشاشة هاي كانت يعني هاي شبه بدا تعلق فظبطنا نرجع يتساقط الرمل من شاحنة متوقفة على أرض مستوية بمعدل 2 سنتيمتر مكعب لكل ثاني دقيقة شو؟ دقيقة ما لش خليني أعرف أحلل أنا السؤال رمل بتساقط من شاحنة متوقفة على أرض بمعدل 2 سنتيمتر مكعب مكعب إذن هذا شو؟ عم بيحكي عن فوليوم طيب بمعينه بيحكي عن فوليوم إذن هذا دي بي أوبر دي بي يعطيك الآفة كب إذنين فيتشكل منه مخروط ما السابة البدية؟ قائم ارتفاعه مساوي لطول قطر قاعدة هاي أول معلومة إنه في عندي مخروط يعني إحنا مندير قاعدين رمل فشكلنا كومة مخروطية أو مخروط الشكل مخروط رمل يعني دائماً حتلاقي ارتفاعه مساوي لطول قطر قاعدته فبيجيني طالب شو بكتب لي؟ آه أستاذ يعني إتش تساوي آر ما هو أنت أعمى أسامحني يعني طول قطر مش نسب قطر طول قطر مش نسب قطر يعني ثنين آر يا صديقي شو ها؟ يلا مش مهم يعني ثنين آر إتش تساوي ثنين آر جد معدل التغير في مساحة السطح الجانبية للمخروط المتشكل في اللحظة التي يكون فيها إيش ارتفاع المخروط يساوي كم إطناش يعني بده دي إيه الجانبية بس جيمة على دي تي متى؟ لما الارتفاع يكون كم ما شرصا طيب أنت قل للوح عشان أنقل المعطيات بعد إذنكم بس يلا عندي فيها طقة هون رسمات مخروط أشوف 3D هاي طلعوا هاي مخروط يا السلام هذا المخروط مخروط رملي شو قصدق وقلك يا صديقي هذا هذا ارتفاعه اي ارتفاعه أنا خطي ايه اش يعني أنا خطي خرب الرسمة اي ارتفاعه ايه هذا H H للمخروط بتساوي كم؟ بقولك بتساوي طول قطر قاعدة طبعا هاي نصف القطر فأنت معطيك معلومة انه H بتساوي 2R القطر ومعطيك معدل فساقط الرمل يعني هون انا قاعد ايه عم بازدت بالشاحنة هاي شاحنة هاي معلش يعني اي كلام هاي هون جرافة ايك ايك اه قاعد عم بازدت شو رمل فشو بصير بالكومة المخروطية عم تكبر صاروا لا لا ايو عم بازدت رمل عليها فعم تكبر عشيك المخروط معناته معدل تغير الحجم اللاطانية positive معدل قد ديه قلي قلي اثنين اذا مفوزف وطالب دي ايه جانبية مساحة جانبية عندما ايش عندما ايش قلي صح عندما ارتفاع المخروط يساوي اطمارش بسم الله الرحمن الرحيم الان نبدأ بالحل طيب ركزوا معي ركزوا معي يا جماعة قانون المساحة الجانبية للمخروط كلنا منعرفه حلينا عليه ايه تساوي باي ار ال حيث ال هو طول الرسم هذا الرسم شايفينه هذا هوان عندك هذول عموديات هذا ان يا اخوان الان انت جيب فرجار تعرف الفرجار وثبت الابرة تبعته هون ولف زي هيك شفت اللي بلف معك هذا هذا اللي رسم المخروط المكون اله تمام الجنريتر بولده يعني فهمتوا عظف يعني في كتب الرياضية معلش فاله هذا اسمه الراسم فبقل لك المساحة الجانبية شو تساوي باي ار طب ما ال من هون شو بتساوي ار تربيع زايد اتش تربيع تحت الجذر اذا بدي ال مش فيه ثغوروس هايو مثلت قائم الزاوي معناته تحت الجذر ار تربيع زايد اتش تربيع يعطيك العافي بس فيه معك علاقة مساعدة انه اتش بتساوي شو اثنين ار فبتيجي على السريع شو بتحكي بتقوله استاذ بس ايه تساوي باي ار فيه تحت الجذر ار تربيع خليها زايد اتش تربيع شي لو حط محلها اثنين ار الكرب تربيع يعني اربعة ار تربيع فبطلع عندك ايه تساوي باي ار اي باي ار ضر اربعة ار تربيع زايد ار تربيع خمسة ار تربيع وبالتالي ايه تساوي طبعا تحت الجذر ااسف جذر الخمسة باي هاي باي في جذر الخمسة و R تربيه تحت الجذر R في R R تربيه طبعا ليش R مش بصديب نيكتب واك تحكي زي هيك لأنه انت قاعد بتطلع نصف قطر أو أبعاد وهذه الأبعاد تكون موجبة تمام يا أستاذ؟ تمام جاهزين الآن هاي العلاقة فبعجب اشتق D A over D T شو بتساوي؟ عادو سر اشتق هاي فبثنين طي جذر الخمسة R في D R over D T طيب أنا ما معي D R over D T ولا R بس بقدر أجيب R بعد ما أعرف شو اللحظة فباجي عجاني بيك باشتغل شو لك شو تجعب؟ ما أعطيك معدل تغيير الحجم بقى سري بكتب حجم المخروف يساوي FI ع ثلاثة R تربيه H شهر قانون الحجم المخروف A أستاذ وإحنا بنعرف أصلا برضو إن H تساوي شو 2R فباجي بحط محل H 2R فبصير الفوليوم يساوي FI ع ثلاث R تربيه أو 2R إذن 2FI ع ثلاث R تكيب يلا شتق DV over D T تساوي بنزل الثاب بصير 2FI R تربيه DR over D T حلينا نفسه بالحصص فDV over D T ما هي معك ما هي معك قدي هاي 2 تساوي 2Pi قديش أرى R أنا بقدر أجيبها من هون لما H تكون كم قلي H 12 قديش R 12 على 2 6 بس إذن R تربيه 36 DR over D T ومنه DR over D T شو بتساوي 2 مع 2 إذن 1 على 36Pi فبس وR already كم قلنا 6 فباش خلص فرطة تعال إذن DA over D T شو بتساوي 2Pi ضرب جذر الخمسة ضرب R 6 ضرب DR over D T 1 على 36Pi يعطيك 1000 آفي خلص السؤال Pi مع باي بتروح 6 مع 36 فيها 6 فبطلع الجواب يا صديقي DA over D T تساوي 2 في جذر الخمسة على 6 إذن بتقدر حتى تختصر هاي مع هاي إذن بطلع جذر الخمسة على 3 طبعا مساحة إذن بالسانتيمتر ربعا بالسانتيمتر مربع سانتيمتر تربيع بالدقيقة ولا بالسكن لا كان بالثاني كان بالثاني بذكر وبس سؤال جميل والله وأخذنا نفس فكرته فابدك تعرف بس كيف إيش تربط العراق طيب ننتقل الآن السؤال الرابع حبايبي بقولي السؤال حدد سؤال يعني شوف والله كله تمام أمور طيبة حدد فترات التزايد والتناقص والقيم القصة المحلية إن وجدت لمين لا الاقتران اللي قدامك وطبعا بدي بس تنتبهوا لشغلي جدا مهمة أعزائي اللي هي معلش أنا هذا البرنامج آه هاي إنه فيه عندنا لن إحنا قلنا لما بنا نشتغل بالتفاضل أو بالتطبيقات ما ننتبه للجذور الموجبة أنه يكون ما داخلها موجب الجذور الزوجية عفوا اللن لازم يكون ما داخله أكبر من صفر المقام يعني هاي الأمور ننتبهي خصوصا بهذا الموضوع فإحنا لازم نعم بما أنه عندي لن إذا لازم إكس تكون شو ما لها أكبر من صفر تمام يا أستاذ بتكون لي تمام طالب حطلع لي صفر طلع لي سالب كذا كاملش الفيديو من هسه أستاذ أنت لازم تشجع بديش أتشجع هاي الأمور فيش فيها تشجعين معلش تحملوني فإحنا بدنا نكون صريحين فيه أشياء التهاون فيها بضرك أصلا فهو الاقتران إف في الإكس شو كان إكس تكعيب ع ثلاث ناقل ثمانية لن إكس تكعيب ع ثلاث ناقل ثمانية لن إكس يلا خلص إحنا مدركين وفاهمين إنه بنا نشتغل على قيم إكس أكبر من صفر صح صحين يلا نشتق بسم الله إف إبراين الإكس تساوي شو ما شتقت هذا ثلاثة إكس تربيع والثلاثة اللي تحت بالظل ناقص ثمانية ثابت مشتقة اللن واحد على إكس يعني بتصير ثمانية على إكس وهي الثلاث مع الثلاث بتروح فبيصف عندي يا صديقي إكس تربيع ناقص ثمانية على إكس هذا بدي أساويه بالصفر هلأ بيجي طالب يقولي المشتقة غير موجودة عند إكس بتساوي صفر بس إحنا أوريدي بدنا نشتغل على قيم إكس اللي ما لقيش أكبر من صفر بتصير إكس تكعيب تساوي كم تساوي ثمانية معناته من هون الجذر التكعيبي للطرفين فبتطلع إكس كم تساوي اثنين فباجي برسم بس كيف برسم خط الأعداد لا ترسم ليه هيك لا ترسم ليه هيك لا تكون مناخذ لنفسك ولا وسهذه تقع تحكي إكس أكبر من صفر فبدك ترسمه يبدأ من الصفر ولا يشملها أوكي ها يعني دائرة مفتوحة عند الصفر لأنه ما بيشملها ورايح هيك هاي الصفر وهاي من هو اللي المالة نهاية الرقم اللي طلع معنا اللي هو الثنين فباجي بحطون إيش الثنين يلا افحص الإشارة خذ بين الصفر والثنين خذ واحد عوض بالمشتقة واحد ناقص ثمانية سالب خذ رقم أكبر خذ الثلاث التسعة ناقص ثمانية على ثلاث بطلع بوزتيب معناته متناقص متزايد إذن باكتب له متناقص في الفترة من صفر وردي مفتوح للثنين ومتزايد من الثنين للمالانيا تمام مية بالمية واضح واضح إنه عندي الثنين في قيمة إيش مالها صغرى تمام فبتيجي F الثنين تساوي من وين بعوضها بعوضها هنا الثنين تكعيب ثمانية على ثلاث ناقص ثمانية يعني هيك ثمانية على ثلاث ناقص ثمانية لن اثنين قيمة إيش ماله وشو طالب والقيم القصوى المحلية إن وجدت آه إذن هاي قيمة صغرى محلية يعطيك ألف عقل السؤال قديش عليه السؤال يا صديق عليه عشر علمات طب والله العظيم يعني 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 عمزبطينكم يعني ربنا الله يعني يعني مباشر ما فيش تمام تمام طبعا اثنين تكعيب ثمانية عسلنا ناقص ثمانية أوكي مية بالمية طحي يلا السؤال اللي بعده السؤال الثاني أو اللي بعده تطبيقات قيم قصوى تطبيقات قيم نوع مش راضي ينزل أوكي دقيقة بالله طيب بحكيلي السؤال ترغب شركة في تصميم صندوق مفتوح من الأعلى خلص سر أخذنا زي مية سؤال هذا أوكي طول قاعدته يساوي مثل لي أربعة ومساحة سطحه الكلية انتبهها إيش بيعطيك مساحة سطحه الكلية بتساوي 2400 سنتيمترا مربع جد أبعاد صندوق التي تجعل حجمه أكبر ما يمكن قلنا يا طلابي يا أعزائي وإذا فيه حده مش من طلابي قلنا دائما الفنكشن المطلوب أعطيت أنا بالمادين وفيه شي عندي اسمه البرائماري فنكشن أو الهدف تبعنا فيه عندي ايش اسمه البرائماري السكندري عفوا أو العلاقة الثانوية المساعدة فإحنا دائما التارجت أو الهدف تبعنا بيكون إيش بيكون المربوط بكلمة أكبر أو أصغر ما يمكن أو أبعد ما يمكن أو أقصر ما يمكن أكبر يعني كلمة ما يمكن طب إنت مين اللي أكبر ما يمكن حجمه إذن التارجت هيك بحك التارجت تبعي هو الفوليوم تبع مين تبع هذا السندوق اللي عم ببلش إيش أدرس المعلومات المعلومات أعطيني بالله الورقة معلش عشان ما ظنيش أتنقل دعجيبي الورقة أقل منها المعلومات وين هاي تعال أظن كلكم شفتوا الامتحان ترغب شركة في تصميم صندوق مفتوح من الأعلى هم تشوف إذا في هنا شكل صندوق صندوق هاي صندوق هيك استنوا بالله هيك 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 هاي صندوق طبعا ليش أنا عملته زي هيك طبعا هذا مفتوح من هون حلو بحكيه لطوله هاذا الصندوق أنا لو رسمته أحسن لي بصراحة خلينا أرسمه أحسن لأنه هيك شكله أعوض آم معلش تحملوني دقيقة دليت تعالوا هاي صندوق هيك يعني مقبول نوعا ما هلا يا أخوان هاذا الصندوق شو بقلي وقل لي صندوق مفتوح من أعلى يعني من هون مفتوح اللي هو الوجه الفوقاني مفتوح ما في هوا فهذا منحسبوه شكولنا المفتوح ما منحسبوه أوكي طيب طول قاعدته يساوه مثلي عرضها عرفتوا ليش هيك رسمته لأنه هذا الطول وليكن اكس مثلا وقل لي طو ضعف عرضها يعني إذا العرض مثلا مثلا العرض اكس هذا بده يكون اكس إذا هذا اكس معناته هذا اكس أثنين فهمتوا واحدة نص الثانية معناته العكس الثانية ضعف الأولى فهمتوا علي أوكي معناته طوله ضعفين عرضه معناته إذا العرض اكس طوله اثنين اكس تمام مساحة سطحه الكلية ايه سطح كلية كم 2400 سنتيمتر مربع تمام خلط جد أبعاده لو تصبح أوكي حجمه طيب يلا بسم الله طلوا علي طلوا علي بكتب قانون الحجم انت الهدف أو التارجت تبعنا تعال هون عجانب التارجت هو الفوليوم خلينا أصغر الخط شوي التارجت هو الفوليوم الفوليوم شو بيساوي الطول في العرض في الارتفاع وليكن اكش طبعا اذا اثنين اكس الطول بالعرض او مساحة القاعدة في الارتفاع اثنين اكس باكس باتش يعني اثنين اكس تربيع باتش مية بالمية هذا مين هذا التارجت اللي هو قانون الفوليوم طيب لحسن الحظ لا لسوء الحظ عفوا يا ريت كان الفوليوم بدلالة اكس لحالة او اتش لحالة لكن تعرف هاي دنيا والكمال لله سبحانه وتعالى فدائما يعني في حاجة من النقص في الشغل تبعنا فلازم احنا نلجأ نعوض هذا النقص بالعلاقة ايش المساعدة هاي المساعدة مساحة السطح ايش الكلية فبيجي الطالب يعني بدكتب قانون مساحة السطح الكلية تحفظش تحفظش انا بقولك تحفظش كيف يعني تعالى اقول لك لون تحفظ رح تطبل عادي بقدر اجيب لك صندوق مفتوح من الجنب صندوق مفتوح من تهد صندوق مفتوح تفاهم بقدر يعني اتخوث معك بقدر اجيب لك صندوق يمسكر كامل فلا كيف تعالى اقول لك هذا كم وجه ستة لا وين ستة آسف دقيقة ثمانية واثنية اربعة واثنين ستة آسح خمسة لانه اثنين جنب وهون وهون يعني عندك طلع علي عندك قدام وورا هاي اثنين مفروض فوق وتحت هاي اثنين ويمين ويسار هاي اثنين فالمفروض ستة لكن واحد طاير فصاروا خمسة فباجي باكتب بسم الله عندي وجهين على الجنب هايهم يمين يسار فباجي باكتب كم واحد اثنين فبكتب اثنين ضرب شو ما ساعتها بتقول لي هاي الطول في العرض قداش طول اكس قداش العرض اكش فبكتب اثنين اكس اكش طبصو مش زاعت فوق تحت بس للأسف في تحت بس فيش فوق ما هو بقول لي ايش مفتوح من الاعلى معناته باجي باكتب ايش قانون بس القاعدة السفلية اللي هي هاي طيب معلش يا جماعة الخير فصل المايك خلينا ايش ندارك الموقف ع السريع بدي ارجع بس احكي شو اللي صار انا لما فصل المايك كنت بحكي هون قاتلون انميز فيه كنت بحكي هون كنت قاعد باقول لكم انه ها اثنين ضرب اكس بأتش انا ام اكس بأتش اللي هو الوجهين الجانبيين اللي هون وهون شايفينهم زاعت اثنين اكس تربيع وجه واحد اللي هو اثنين اكس بأكس اللي هو الوجه السفلي لحاله العلوي مفتوح لفوق مفتوح من فوق يعني هاو يعني مش محسوب طب لو محسوب بضربون باثنين فبتصير ايش اربعة لكنو مش محسوب بعدين اربعة اكس اتش انمي اللي همي اللي قدام اللي وراء اللي قدام اثنين اكس الطول بالأرض كم اتش هيو فاثنين اكس بأتش اثنين اكس بأتش تمام بس فيه وراء وفيه قدام أو قدام ووراء يعني بدي أضربه كمان باثنين فبصير أربع إكس إيش أربع إكس إتش تمام؟ هذا شو؟ هذا اللي هو قانون العلاقة المساعدة فيجيت هنا شو عملت؟ قسمت على اثنين يا جماعة لما قسمت على اثنين بس من باب التبسيط صار ألف ومثين يساوي ثلاثة إكس إتش زائد إكس تربيع تمام؟ فسألتكم سؤال معلش أنا كنت بشرح للهوة بس حصل خير كنت بحكي أنه أسهل أخلص من الإتش أخليها موضع القانون ولا الإكس؟ لا والله في عندي إكس وإكس تربيع فقصة لا خلينا أخلص من الإتش لأنها وحدة حبة وحدة فبعملها موضع للقانون تمام؟ فبس طلعت إتش قلت لكم باجة بحطها بإيش؟ بحطها بقانون الهدف تارجت عشان أصير كله بدلالة إكس فقلت لكم افرض سألني عن الدومين هو موسائل بس أنا بقول لك اعتبره إضافي الدومين أبعاد والأبعاد دائما موجبة فإكس أكبر من صفر وإتش أكبر من صفر اللي هم الأطوال والارتفاع فبما أنه إكس أكبر من صفر خلص تمام؟ أوكي دور إتش إتش علاقتها هيها فباجي بحط علاقة إتش 1200 ناقص إكس تربيع على ثلاثة إكس كل هذا أكبر من صفر بالضرب التبادل بصف عندي 1200 ناقص إكس تربيع أكبر من صفر إنقل هي على الجهة الثانية بصر عندك إكس تربيع أقل من 1200 يندير بالك وين ثم الإشارة انتبهوا معناته إكس لو بدأخذ الجذر جذر الـ 1200 ما أعني الآن لحاس بمشكلتها قصة اللي هو 1200 هي جذر 12 ضرب 100 تمام؟ فعشرة جذر 12 طيب جذر 12 ما هي 4 بـ 3 يعني 2 جذر الثلاث يعني 20 جذر الثلاث إذن إكس أقل من 20 جذر الثلاث 100% أقل من 20 جذر الثلاث هاي جذر 20 في جذر الثلاث الكل تربيع تطلع 1200 نعم إذن هذا هو إيش؟ هذا هو اللي هو المجال كامل إكس أكبر من صفر وبنفس الوقت إكس أقل من 20 جذر فباجب أكتب له إكس محصورة بين الصفر والـ 20 جذر الثلاث 20 جذر الثلاث اللي هي تقريباً تطلع 34.6 يعني تقريباً 35 تقريباً 35 فعشان تكون منطقي في الحل إذا بتطلع لقيمة إكس مثلاً أربعين كيف؟ فانت قال قيمة عندك كام 35 تقريباً كمان فهمت علي؟ فانتبه معناته الآن يا صديقي باجع لمين؟ على التارجت تبعي وبقول بسم الله وحدت فبصير عندي الفوليوم يساوي 2 إكس تربيع ضرب 1200 ناقص إكس تربيع على 3 إكس ويساوي عندك إكس عندك شيلة الإكس هاي مع التربيع هون بصف عندك 2 على 3 2 على 3 ودخل الإكس اللي ظلت إيش جوه فبصف بـ 1200 إكس ناقص إكس تكيب والدومين هاينا إحنا إيش؟ عارفينه عشان ما نهبدش تمام هو ما سأل بس بقولك لو سأل أوكي فبتطلع في هس خلص جاهزة شطق V' تساوي 2 على 3 ثابت في 1200 ناقص 3 إكس تربيع وبيدي أساويها بالصفر فبتطلع خلص إقسم الطرفين على 2 على 3 بتروح بصف عندك 1200 تساوي 3 إكس تربيع إقسم الطرفين على 3 فبطلع عندك إكس تربيع تساوي 1200 تقسيم 3 اللي هي 400 خذ الجذر إكس بتساوي جذر الأربعمية لا تقول ليش موجب سالب قول لي فقط موجب 20 هنا ما حكيتش جذر يساوي موجب سالب لأنا أبشتل عبعاد أبعاد طول في طول سالب نووي أوكي أستاذ قيمة إكس 20 هل العشرين من ضمن الدومين؟ هاي 35 تقريباً 20 بين إذن حلي تب بالتب تمام خلص يعطيك العافية وبدو الأبعاد طبعاً هاي قيمة عظمة لأنه بدو الأبعاد أكبر ما يمكن بس ما تحكمش أكد أكد تعال هاي من صفر لعشرين جذر الثلاث فباجي بحط إيش؟ العشرين وبفحص خذ الواحد عوضها بالمشتقة بوزيتف خذ الثلاثين عوضها بالمشتقة نيجاتف ففعلاً تطلع قيمة إيش ما لها؟ عظمة مطلقة هاي إذن عظمة عندما إكس تساوي كم عشرين تمام؟ طبعاً قيمة إكس ساوي عشرين اللي هو الطول طبعاً إنتا قلتيني ما خلص إحنا وضحت إذا الطول إكس عفواً العرض إكس عشرين معناته الطول سميه إل هذا شايفه اثنين إكس إل تساوي اثنين إكس تطلع أربعين والإتش هاي على خطها عوض أربعمية ألف ومائتين ناقص أربعمية ثمانمية تقسيم ثلاثة ضرب عشرين ستين فبطلع يا صديقي الارتفاع أربعين عثلاثة هاي الأبعاد شايفة اللي حطها بالبخس الأزرق هي الأبعاد التي تجعل حجم هذا السندوق بهاي الظروف مفتوح من أعلى بكل إشي قدامك أكبر ما يمكن تهمتوا علي؟ بتأث لو في طلاب بيكون حل بسه جد يعني هو بس بحل والله العظيم يعني مش بذمه بسه بس بحل طب تعال إسهل وقوله طب شو النتيجة جفرات مكشو يعني هاي إيشي طب ما بيعرف ما بقدر يجعب أقول لك والله هاي هي الأبعاد اللي بتخليلي حجم هذا الصندوق تحت هاي الظروف أكبر ما يمكن فهمتوا علي؟ جرب غير بالأبعاد حعطيك الفوليوم أكبر ما يمكن ما هو حسب أنت أكبر أو أزغر تمام يا إخوان؟ أوكي يلا خلصنا السؤال الرابع والله ظل منه إشي عشان ننتقل الآن للسؤال اللي بعده يلا ننتقل الآن للسؤال الخامس طيب يا جماعة الخير الآن وصلنا عنه وياكم عند السؤال الخامس وهو السؤال الأخير من الامتحان إذا بتلاحظوا بتناول موضوع الكمبليكس نمبرز أو الأعداد المركبة أسئلة مباشرة جدا وقل لي أكتب العدد المركب زد فساوي سالب اثنين ناقص آي في جذرة اثناش بالصورة إيش؟ بالصورة المثلثية طب يعني حاضر حاضر بس خليني إيش؟ أكبر الخط شوي حاضر السؤال بالصورة المثلثية أنا عشان أكتب أي عدد مركب بالصورة المثلثية زد فساوي R في كوساين ثيتا زائد آي في ساين ثيتا صح؟ فأت شو بلزمك؟ بلزمك R اللي هو مين نفسه يا إخوان R اللي هو نفسه المودولس إذا ما تذكرين والثيت اللي هي نفسه مين؟ الارجومت تبعي زد يعطيك الفعاف تعال خلينا نجيبه طب ما هي العدد المركب الساب معاك فأنت بكل سهولة بتقدر الآن تجيب إيش؟ المطلوب فلو بدي مودولس زد اللي هو نفسه R شو بساوي؟ تحت الجذر تربيع الحقيقي سالب اثنين تربيع زائد تربيع الإيماجينري جذر اثناش تربيع فبيطلع مودولس زد اللي هو نفسه R يساوي أربع زائد اثناش ما هو؟ تربيع اثناش الجذر بروح تربيع الجذر بروح تربيع السالب اثنين أربع أربع زائد اثناش ستاش جذر الستاش كم؟ أربع هي طلعنا R طيب حسنا دور مين؟ دور الارجومنت طلعوا يا إخوان عليها ثمان علامات مباشر الارجومنت تبقى تزد شو تساوي؟ باجب أتطلع هذا العدد المركب تعال طلع عليه الريال سالب عفوا والإيماجينري سالب الريال سالب والإيماجينري سالب إحنا بأي ربع الربع الثالث بس يعطيك العافي خلص بس عشان أعرف كيف أوجد الارجومنت معلش هذا البرنامج خنقني بس مش مهم إذن ارجع بما إنه في الربع الثالث إذن قلنا سالب أهو بكتب وجه وأوكي ماشي سالب صح؟ أوكي التخيلي بدون إشارة الحقيقة بدون إشارة جذر اطماش على اثنين هنا أنا بحكي دائما عن المهارات اللي لازم الطالب يكون بيعرفها ومعود حاله عليها للأسف في طلاب ما عنده ما المهار هسا جذر اطماش على اثنين هاي بصفن الطالب طب تعرف إنه هاي زاوية مشهورة كيف الساب أنا بقول لك كيف يا أخوان جذر اطماش جذر وعدين جذر اطماش شو يساوي شو في المهارة احنا بنعرف إنه اطماش هي أربعة بثلاث تحت الجذر هاي أربعة ضرب ثلاث طيب الأربعة إلها جذر قدي أثنين إذن الجواب الثنين جذر الثلاث خلي الثلاث تحت الجذر آه معنات أستاذ الارجومت زد بصير سالب دخل السالب صنع سالب باي زائد تان انبرس اطماش هاي جذر اطماش شي لو حط محلة شو اثنين جذر الثلاث على اثنين هيك مش وضحت الأمور طلع هاذ مع هاذ بروح شو بيظل بتصيب آرجومت زد تساوي سالب باي زائد تان انبرس مين جذر الثلاث مين اللي زاوي تانى جذر الثلاث مين الزاوي اللي تانى جذر الثلاث باي عثلاث إذن سالب باي زائد باي عثلاث يعطيك ألف عافي إذن شو الجواب سالب اثنين باي عثلاث خلص إذن باجي بكتب له الآن العدد المركب زد بالصورة اللي أنت طالبها هاي زد تساوي R قديش طلعت معنا R طلعت معنا أربعة هاي إذن أربعة في كوسين الزاوية زائد I ساين الزاوية نفسها قديش طلعت الزاوية معنا هاي طلعت معنا اللي هي سالب اثنين بايع ثلاث فما يجب أحطون سالب اثنين باي عثلاث سالب اثنين باي عثلاث أخذ ثمن علمات كل اللي طلبته منها طبعا أنا طولت في الحكي لأني بس عم براجعلكو كيف كنا نطلع الارجومنت وكيف كنا نطلع المدرس بس انت طالب في الامتحان مخك مبرمج يحل وكون متدرب فانت يعني دقيقتين بتكون ناهي السؤال بإذن الله طيب سؤالي بعد جميع الجذور الحقيقية والمركبة للمعادلة هاي عضب مباشر يعني معادلة كثيرات حدود من الدرجة الثالثة بدي أشتغل عليها اللي هي زد تكعيب زائد خلينا بس أجيب الورقة أن نقولها المعادلة هي زد تكعيب زائد ثلاثة زد تربيع تساوي خمسة زد زائد تسعة وثلاثة هاي المعادلة طيب أول إشي قلنا بزبط المعادلة بحيث أنها تكون كلهم في جهة يعني هيك زد تكعيب زائد ثلاثة زد تربيع ناقص خمسة زد ناقص تسعة وثلاثين يساوي صفر نقلتم كلهم على الجهة وخليه الطرفي الثاني صفر تمام؟ أوكي الآن يا أخوان بدي أطلع إيش؟ الأصفار النسبية المحتملة الأصفار المحتملة بعدين أجرب كيف؟ يلا شو كنا نعمل بالحصص؟ كنا نحكي يا أستاذ زد تساوي موجب سالب عوامل الحد المطلق على عوامل الحد الرئيس طيب عوامل الحد الرئيس هو واحد في الشغيرة هيو طيب الحد المطلق تسعة وثلاثين طيب تسعة وثلاثين شو هي؟ أستاذ تسعة وثلاثين هي تسعة وثلاثين بواحد وثلاثة بإحداش ولا أنا بهبد؟ لا والله صحي أستاذ آه تسعة وثلاثين ضرب واحد وثلاثة ضرب احداش أوكي ها امسح شوفها الحركة هاي يلا طيب خنجرب فهذا كله راح يكون بالترتيب حطه موجب سالب واحد على واحد موجب سالب ثلاثة على واحد موجب سالب 11 على واحد موجب سالب 39 على واحد بعدين بدنا نعمل ايش بالتجريب هلأ شوف طالب بلش تجريب عطول جرب الواحد بعدين سالب واحد يعني اتوقع اتوقع ها عشان ما تقولوا انه انا بعطي اوامر من عندي اتوقع انه يمكن يعدوها لكن لكن لو سمحتوا عشان انا اكون بريء يوم الدين ما الي اي علاقة انا بعطيك الخطوات كاملة فانت حل بالخطوات كاملة تمام انسى اللي حكيتو بكرة طالب ايه يلا بالتجريب جرب زت مرة واحد واحد زائد ثلاثة اربعة ناقص خمسة سالب واحد سالب ثلاثين لا اذا زت تساوي واحد cancel طيب زت تساوي سالب واحد يلا سالب واحد زائد ثلاثة اثنين ناقص زائد خمسة سبعة ناقص سالب ثلاثين برضو cancel طيب جرب زت تساوي مين ثلاث يلا ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين زائد ثلاثة بتسعة برضو سبعة وعشرين ناقص خمسة بتلاث خمستاش ناقص تسعة وثلاثين والعلم عند الله انها هتزبط سبعة وعشرين زائد سبعة وعشرين اربعة وخمسين ناقص اه اربعة وخمسين اه والله صفر يعطيك العافية اذا زت تساوي ثلاث هي اللي صح اذا باجي بحكي دايريكت عالسريق شو بحكي بقول بفتح قوس صغير وقوس ثاني بعرفش صغير او كبير ما بتاعرف بس سوغة حيكون اكبر منه انه هاي تكعيبية حالي يطلع النادش تنبيه شو بحطوهن بحطوهن يا صديقي زد ناقص الرقم اللي طلع معي هون مينة ثلاث مهو زد تساوي ثلاث انجل الثلاث عالطرف الثاني حصل زد ناقص ثلاث سبحان الله يا اخي طيب هون الناتج اللي حيطلع هو القسمة الاقتر او المعادلة الكبيرة الاصلية على مين على هاي فباجع اجنب بعمل عملية ايش القسمة اللي هي زد تكعيب زاعد ثلاثة زد تربية ناقص خمسة زد ناقص سسعة وثلاثين تقسيم زد ناقص ثلاث شو بتتوقع تطلع المعادلة تربية سبحان الله يعني بداشتنين يحكو فيها زد تكعيب على زد زد تربية اضرب زد تكعيب ناقص ثلاثة زد تربية تمام شو بعمل هسه بعكس اشارات وبجمع هاي مع هاي بتروح ثلاثة زد تربية زائد ثلاثة زد تربية ستة زد تربية بنزل الباقي ناقص خمسة زد ناقص تسعة وثلاثين يلا نجري عملية قسمة اخرى ستة زد تربية على زد ستة زد اضرب ستة زد تربية اضرب ناقص ثمانتاش زد تمام شو بعمل بعكس اشارات وبجمع هاي مع هاي بتروح سالب خمسة زد زائد ثمانتاش زد تلاتتاش زد ناقص تسعة وثلاثين بتنزل يلا نجري عملية قسمة مرة اخرى وبعدية تب شو ساوي اخوة على اللي كاتب سورة شو ذنبي تلاتتاش زد على زد تلاتتاش تلاتتاش في زد تلاتتاش زد تلاتتاش في ناقص ثلاث ناقص تسعة وثلاثين حلو مش هداش انا باقي حكي يوانة 11 انا اسف لا لا صح صح تلاتتاش طيب رو على الحالتين ما فادتنا يعني انا اسف تسعة وثلاثين هي تلاتتاش في ثلاث مش هداش بثلاث هذيك ثلاث ثلاثين سقطت سهوة سامحونا وعلى حالتين ما فدتنا يعني وآن بعكس إشارات وبجمع هاي مع هاي وهاي مع هاي بتروح قلنا الباقي زيرو فتعم الفرحة لأنه انتهت العملية دايريكت أول ما أوصل لباقي زيرو باجي ايش بنسخ الناتج هايو دايما الناتج بطلع معكم لو هذو هو زت تربيع زائد ست زد صح زائد طلتاش انتو مش شايفين الإضاءات عمتنا والله الله يعيننا احنا نقصب بالله هذا كله يساوي ايش قلنا يساوي صفر خلصنا إذن الجذر الأول اللي أصلا طلع معانا من فوق من أول اللي هو زت تساوي ثلاث هذا ايش جذر او الجذر الأول طيب الآن احنا اخوان مونت عشان بتكون بالصورة شو درجة كثير الحدود تكعيب إذن لدينا كم جذر إذن ثلاثة جذور واحد حقيقي هايو طلع حقيقي هذا ريال اوكي طب شو بتتوقع الباقيين والله ما بعرف عد تعتمد على المميز ممكن يكون المميز موجب تطلع اثنين حقيقيات انا بحكي بشكل عام بحكيش عذا السؤال بس بوحدتنا احنا من النهاية كومبلكس نبر ما نضحكش ع بعض اولا رح يطلع المميز سالب فحيطلع معي جذران مركبان مترافقان فبتيجي أول ما تشوف معادلة تربعية وقانون العام ليش غلي بحالك ها طلع علي فبعجي بحكي زد تساوي تطلع الجذرين اللي يظلوا من هاي يلا بسم الله سالب يعني سالب ستة موجب سالب جذر المميز بي تربية ستة وثلاثين ناقص أربع ضرب اي ضرب سي اي واحد سي تلتاش كله هذا على اثنين ضرب اي يعني اثنين ضرب واحد اللي هو معامل زد تربية زد وانت يا أستاذ اذا مش عارف تطبق على القانون العام انا بقول ايش تعتزم معلش 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 ما فيه يا اخوان فيه انا ما هبقدر اني اغفر لك فيها يعني فمعلش فبعجي عندك ستة وثلاثين ناقص اربع ضرب طلتاش اللي سالب ستاش هنطلع سالب ستة موجب سالب جذر سالب ستاش ايه استاذ جذر سالب اوه ايه وحد الله يا شيخ واحنا في اي وحدة في الكمبليكس اكيد هيطلع معك جذر ايش سالب معلش معلش تحمل فبتطلع زت تساوي يلا سالب ستة موجب سالب جذر السالب ستاش صار عنا ايش عاد استاذ اربع اي عثنين فبتطلع زت تساوي هايهم جذران مركبان مترافقان سالب ثلاثة بلس او مينس اثنين اي وهاي لدينا يا صديقي جذران مركبان مترافقان يعطيك الف عافية هاي ثلاثة جذور واحد حقيقي واثنين مركبان مترافقان اللي هم اذا بدك تفرزهم يعني زد اثنين ما هذا زد واحد سميته هذا زد واحد زد اثنين تساوي سالب ثلاثة زائد اثنين اي وزد ثلاثة سالب ثلاثة سالب اثنين اي الله يعطيك الف عافية انتهيك بتكون طلعك جميع جذور المعادلة كاملة طيب اخر سؤال اتوقع هلا اخر سؤال يا اعزائي فعلا هايو المحل الهندسي طبعا برضو اخذ من الكتاب نص حرفي وقلي اكتب 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 بدلالة زد اه خلص مش راضي تتكد نظام متباينات يمثل محل الهندسي تمثلوا المنطقة المضللة في بي طبعا هذا السؤال اخذ من الكتاب نص حرفي ديروا بالكم يا اخوان هذا مش السنتر في طلاب كانت تفكر هذا السنتر يا اخوان هاي السنتر يا اخوان بالله عليكم هو كمان احنا بالعقل السنتر بيجي تحت نص الدائرة وين نص الدائرة هاي تعرفت عد مربعات اه استاذ ولا نبعرف شعر مربعات انا بقول اعتزك ها هاي مربع هاي كمان مربع هذا نصف القطر من هون لهون طب بلاش هاي كمان هاي مربع من هون هاي كمان مربع اذا واضحة انه ار تساوي كم اثنين وهاي هاي مربع وهاي كمان مربع هاي مربع وهاي كمان مربع اجيتها من كل الجهات هتطلع معاك ار تساوي ايش اثنين واحد عددمه أيش يعني يعني واحد حدق شو قل لي شو بدون زنقني بيقوله السابة طب انا اجيت هيك وين المربعة هي مربعة طب وين تكملت هادة تقول له اه هون ما لجتك تعذرنا بدك تشتغل عقانون مسافة بين نقطتين الله يرضي عليك لا تحاول تزنقني هاي هاو هذا المركز احداثي له نقطتين وهون بتأخذ نقطتين انهم تحسن ونسببينهم برضو هتطلع آر 2 تحاولش تمام بس على الاقل انت يلي بتتحدق علي خذ مكان معلومة احداثيات نقاط وين يعني ما فيه هو ما فيش هون يعني على 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 المناطق هاي مش هتلاقي احداثيات نقاط معلومة لانه مش عم بقص المربع كامل بس هون مثلا هون طلع لو اجيت هون تتحدق علي ايش احداثيات 2 و 1 وهون احداثيات المركز واضحة 2 و 3 فتعالي احسب المسافة بينهم هتطلع معك ارض سوكم اثنين تمام فبالله عليكم يا اخوان فكنا من هاي الاجواء طيب اذا مركز الدائرة طبعا صحيح احنا ما حكي لاش الشكل سبحان الله انا عاسف الشكل هذي اخوان في عندك دائرة واضح انها متصلة ايها وفي شععين فانت بدك تكتب نظام متباينات متبايناتين تمام المتبايناتين الاولى بتخص الدائرة والمتبايناتين الثانية بتخص الشعاعات كلها وجمعتها تمام اوكي فباجع الدائرة هاي شو مركزها نيجي للدائرة المركز اثنين وثلاث هاي اثنين وثلاث طيب نصف القطر ار تساوي اثنين طلعت مين اه هاي واحد وهاي ثلاث ار تساوي اثنين هاي ابسط الطرق مش عاجبك خذ مسافة بين نقطتين مش عاجبك بلط البحر شو اساوي جرب بكل طرق تطلع ار تساوي اثنين تمام السبب انا بحبك والله اخوان انا يعني بحكي معكم من العشم اه اوكي هاي الدائرة خلينا تفنن شوي ولا اقول لك خلي التنوين للمتباينات ماانش ماانش ارجع 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 خلي التنوين للمتباينة طيب اذا شو معادل دائرة مودلس يساوي ار كم ار قلنا اثنين اذا مودلس يساوي اثنين هسا المودلس دقيقة بلا بس خلينا اكبرها دليت خلينا اكبر المودلس هاي مودلس زد ناقص السنتر يساوي ار طيب تعال يا سنتر شو احداثياتك طبعا احنا قلنا اثنين وثلاثة يعني اثنين زائد ثلاثة اي بلغة الكمبليكس هاي اثنين زائد ثلاثة ار بس يعطيك العافية اذا الآن الآن تقدر تحكي زبطها دخل السالب فتصير مودلس زد زد ناقص اثنين ناقص ثلاثة اي تساوي اثنين خلصنا مين الدعرة تعال خلنلون ها هات اخضر لون لي اياها هاي هاي طبعا يساوي يا لهوي انا اسف طبعا انا قاعد بكتب يساوي هذا المنحنة الحدودي حبيبي لا شيل هذا الحكي بشي صحيح هسا يساوي عشان انتو تكونوا بالصورة انا حاط يساوي صح بطلتيك متباينة صارت معادلة ماشي خليها معادلة هاي بسموها معادلة المنحنة الحدودي اعظم التفقين عليه عادي طيب هلا بدي اكتب المتباينة التلوين يا اخوان اذا بره الدائرة اكبر اوه بقول لك المناطق اللي بره اكبر من الرادياس طيب التلوين وين يا استاذ هاي هاي التلوين جوه اذا اصغر هاي اصغر حاضر هات لون اوضح عارفكم هاي اصغر طيب استاذ اه الدائرة محيطها مغلق يعني متصل ولا متقطع لا ولا متصل هاي خلاص بحط مسواء تعرفوا المسواء اذا الخط متصل وفيش مسواء اذا الخط متقطع كم اثنين يعطيك القافي هيك صارت متباين هيك راضي عام طبعا لو ما غصبا عني ومش بكيفي صاح ما اكو حق لانه لو ما حطيت له المتباينة بخسر علامات صاح صاح انا اسف طيب هاي كتبنا متباينة مين متباينة الدائرة هاستدور مين متباينة الشعاعين سهلة جدا يا اخوان الشعاع شو بدك نقطة البداية طيب هايها واضحة بداية الشعاع تعرفوا بداية الشعاعين حتى هذا البرنامج رح يجلتنا هاي النقطة اثنين واثنين اذا اثنين واثنين تمام هاي كتبنا بداية الشعاعين طيب أستاذ تكثر الله خيرا ظل الزوايا طلاب كثير بتطبل بالزوايا سامحوني معلش الخط الاول يا اخوان طبعا متخطى هايو يعني انتو ارجعوا بالفيديو لوراق قبل ما الون مش ماسح لانه بصراع يعني اجواز اسبنس احلى للسؤال فارجعوا بالفيديو او الورقة عندك هاي انتبه شوفتش امتعالة هسه خط متخطى هايو تمام وعمودي يا الله ما احناهما اسهلة لما يكون الخط عمودي لفوق بايع اثنين عمودي لتحت سالب بايع اثنين هي نفسه ثلاثة بايع اثنين يمين صفر يسار سالب بايع افوان مش سالب تمام اوكي هذا عمودي لفوق ومتخطى اذا هذا بايع اثنين اذا زاوية الشعاع الاول ها تعال هاي الشعاع الثاني هذا سامني يا سيدا عشان انه زايح لغاد اكثر لا تكون حبيس الترتيب شعاع الاول حر شو ساوي شعاع الثاني زاويته بايع اثنين طب لو لا تحت سالب بايع اثنين ما هو انت تنتبه لتجاه الدوران اذا هو عكس اقارب الساعة ولا ما اقارب الساعة طيب نيجي للشعاع الاول الشعاع الاول طبع للطلاب مع انه ما اصحر في من الكتاب يعني يعني انا اسف لو طالب باص من السؤال بيجيبه لو طالب حفظ السؤال اضمن الكتاب حفظ مش فاهم هيحل كيف هيوخذ هيوخذ عشر علامات شايفين شعاع الاول بس احنا ممنى اكيد من قصة شو اللي نحفر عيب احنا مش عارفين مش قادرين نعرف في الزاوية عاملوا على انه مسلم وبالنهاية مستقيم يا اخوان هذا شو هذا هذا شو انت شو شايفه طاولة مستقيم هاي في نقطة بيمر في نقطة كمستقيم انا بحكي كشعاع argument زاوية هاي النقطة غير مشمولة كشعاع argument بس كمستقيم عادي ما عندك مشكلة طيب هاي نقطة هاي كمان نقطة هاي كمان نقطة هاي لو بدك تكمله بس خلص هاي بتكفي و هاي بتكفي طيب شو حدث هاي نقطة ثلاثة و ثلاثة هاي ثلاثة و ثلاثة طلع الميل يا زلمة طيب ما الميل ما هو عفوا الميل تبع المستقيم هاي ما هو نفسه ظل الزاوية اللي انا بدور عليها سبحان الله ارجع ارجع بلا شباك لورا في التفاضل يلا شو هاي ثلاثة ناقص اثنين على ثلاثة ناقص اثنين فبطلع ظل الزاوية كم واحد مين الزاوية اللي ظلها واحد كل العالم جميع جنسياته بيعرف انه طاي على اربعة اذا الزاوية هاي كم طاي على اربعة طبعا مع مستقيم يوازي ال اوكي خلصنا اذا علمات الزاوية ده الشعاع الاول او الثاني علمات الزاوية لجاره ديش اقود احسا احكي بترتيب ومعلومة نقطة البداية بقدر اكتب المتباينة بكل سهولة فقط مع الانتباه لمين مسكر ومين ايش متصر اذا ارجمت زد ناقص النقطة شو احداثيات النقطة قلنا اثنين واثنين اذا ناقص اثنين ناقص اثنين اي دخل الساب ما هو زد ناقص افتح قوس اثنين زال اثنين اي ودخل الساب طيب خلاص بتصير هيك محصور بين زاويتين الزاوية الاولى دقيقة تعال الزاوية ايش هاي باي على اربعة هل الشعاع متصل ام منفصل متصل ارجع امسح وشوف او شوف السؤال متصل اذا بدي حط مسوا اذا باي على اربعة طيب الثانية باي على الثين متصل او منفصل اذا ما بحط مسوا وبكتب ايش طيب اثنين يعطيكو الف عافية هيك بنكون حلينا الامتحان كاملا وانا فخور جدا فيكم وانا بحبكم جدا طبعا هاي النظام المتباينات المتباينات اللي فوق هيني وهاي بدي الون هاي هيك بتكون السيستم كامل بتحط له اياهم جن بعض او تحت بعض او خلص يعني يعني هو اكيد هيعرف انت شو شغال بهاي الطريقة فاتمنى طبعا لكم التوفيق اه قلتلكو قد ما احكي وقد ما اعبر ما في شيء بوصف اه فخري فيكم اه فخري بثقتكم فيي انه انه انتو تعطوني الثقة اه هذا شيء كثير بعنيلي يعني ما تخيلوا قدي هذا الاشي يعني يعني غيرني نفسيا كثير انه في طلاب عن جد على ارض الواقع صارت توفق فيك ف الحمد لله اه بعتز فيكم باتمنانكم توفيق دوما مشوارنا ما انتهى لسه يعني لسه فيه اشياء كثير لقدام بس بحب دائما اه يعني اه من لا يشكر الناس لا يشكر الله وانا لازم اشكركم على الثقة اللي انتو اعطتوني اياها و اتمنى اني اكون دائما عند حصن ظنكم و اكون قد الثقة هاي تمام؟ فاشوفكم ان شاء الله في مشاريع كثير قادمة لسه ما انتهت مشاريع جدا جميلة مشاريع قادمة احلى واحلى معي انا الاستاذ فخري محمد جرار فحبكم جدا الله يعطيكم الف عافية والسلام عليكم موسيقى